طب الكوفة نظام التكاملي نظام البريطاني نظام الموديول طب الكوفة نظامه معقد مستحيل تنجح مستحيل انسى انه ممكن تطلع الاول نظام معقد نظام صعب اهرب من عنده قدم على اي شي غير طب الكوفة اه اتشجابك طب الكوفة اصلا كل هاي الكلمات وكل هاي التفاصيل راح تسمعها اذا مو كلها فاغلبها طيب وين الحقيقة هذا الكلام صحيح مو صحيح شنو بالضبط وياكم عبد الرحمن طالب طب مرحلة رابئة بطب الكوفة واليوم راح اسول فلكم المرحلة اولى بطب الكوفة مثل ما تلاحظ انه الفيديو طويل فارح جيب قهوة جيب حاب حتى تكرس حاب على هذا الفيديو جيب شامية جيب شامية وتعالوا يلا انا منتظرك هذا هو شكل اليوتيوب من الحاسوب وكما تلاحظون ايضا هذه من شاشة الايبود وايضا هذه من شاشة الهاتف في جميع الاحوال ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون ان تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة الى متابعة الفيديو بالكامل المواضيع اللي راح اطرقلها بهذا الفيديو هي ببساطة نظام الموديول وفرق عن باقي العنظمية الدراسية ومواد سنة اولى طب الكوفة تجربتي بسنة اولى طب الكوفة العلاقة ما بين السنة الاولى وباقي السنوات نظام الامتحانات شوية نصائح وشوية اسئلة بالغالب راح تسألوهن هاي ببساطة مواضيع هذا الفيديو بكالوريوس طب الكوفة راح يتكون من ست سنوات هاي ست سنوات راح تنقسم الى قسمين القسم الاول اللي هو اول ثلاث سنوات بكلية الطب جامعة الكوفة راح نسميها الفيز ون او الطور الاول القسم الثاني اللي هو اخر ثلاث سنوات بكلية الطب جامعة الكوفة راح نسميها الفيز 타و او الطور الثاني الفيز ون او الطور الاول راح يمثل عالميا Wildlife Basic Science العلوم الطبية ال اساسية راح ندرس انسجة كل الجسم راح ندرس Beautychemistry اللي هو كيميا الى حياتية لكل الجسم ندرس Physiology اللي هو علم وظائف الأعضاء لكل الجسم رح ندرس إمبريولوجي اللي هو علم الأجنة لكل الجسم رح ندرس باثولوجي اللي هو علم الأمراض ورح ندرس فارمكولوجي اللي هي علم الأدوية والعقاقير هذه هي عبارة عن المديكال بايسيك سايينس العلوم الطبية الأساسية بطب الكوفة رح يتم تدريسك هاي العلوم بأول ثلاث سنوات بالفيز ون بالطور الأول من الصفر بحيث ما يعتبرون إليك أي خلفية علمية أو طبية أو أي شي رح تدرسها من الصفر ورح تاخذ أساسيات هاي العلوم مثلا التشريح رح تاخذها كلها رح يرجع ينعاد بعديا عليك بالفيز تو ولكن ما رح ينعاد بنفس الصيغة بحيث أنه هاي الأول ثلاث سنوات مهم جدا أنه تدرس بيها وتدرس كل شي رح يطوكيها بشكل جيد جدا لأنه رح توفر عليك وتخفف عليك كثيرا لما تنتقل للفيز تو بعض العلوم مثل الفارمكولوجي اللي هو علم الأدوية والعقاقير والباثولوجي اللي هو علم الأمراض ما رح تاخذ كل شي عن هذه العلوم رح تاخذ أساسيات هذه العلوم لأنه أنت لما رح تنتقل للفيز تو وهو واي أشياء رح تنضاف عليك أكثر وهو واي تفاصيل رح تاخذها بتعمق أكثر وأيضا رح ينضاف بالفيز ون بعض الكلينيكال سايينس منها مثلا الفيزيكال إكزامينيشن إلى حد ما رح تاخذ أفكار جيدة عنه الهيستري تايكينج اللي هو عبارة عن أخذ التاريخ المرضي للمريض والفيزيكال إكزامينيشن هو عبارة عن الفحص اللي تسويه للمريض بعض الفحوصات رح تاخذ أيضا شون تقيس الضغط شون تقيس درجة الحرارة وشون تقيس البالس اللي هو عدد دقات القلب الدقيقة الواحدة أيضا رح تاخذ مثلا كانيوليشن الأساسيات شون تسوي كانيوليشن يعني شون شكل كانونة للمريض فرح تاخذ أدد من الفحوصات ولكن ما رح تتعمق بيها رح تاخذ أساسيات كل هاي العلوم اللي ذكرتها أنت رح تاخذ الأساسيات ملاتها ولكن بعض العلوم مثل تشريح مثل أنسجة مثل مثلا البايكومستري الكيمياء الحياتية مثل الفيزيولوجي بشكل أساسي ما كانها بالفيز ون ما رح ترجع تنعاد بالفيز تو بنفس الصيغة وإذا انعادت فتكون أنت أساسا مطالب بيها باعتبارك ما خذها قبل فما رح يتم عادة شرح هاي المواد بالنسبة لك وبنهاية الفيز ون بنهاية الطور الأول رح يكون أكو امتحان بأول ثلاث سنوات كلية الطب جامعة الكوفة يعني رح يكون أكو امتحان بالفيز ون كله نسميه امتحان الفيز ون أو امتحان الطور الأول رح تمتحن بكل هاي المواد اللي أخذتها بامتحان واحد تقريبا بيوم واحد هو يومين ولكن الامتحان يصير مثلا عبارة عن مثلا ست ساعات أو خمس ساعات يقسموه على يومين هو نفس الامتحان فلازم يكون بيومين متعاقبين ونفس المادة وهذا الامتحان المفروض يوازي امتحان اليوسامالي ستاب ون أو امتحان الايفوم ستاب ون المفروض يوازي هذه الامتحانات أما الفيز تو اللي هي آخر ثلاث سنوات بكلية الطب جامعة الكوفة السنة الرابعة والخامسة والسادسة فهنان رح تدروس الكلينيكال ساينس العلوم السريرية رح يصير دوامك بشكل أساسي بالمستشفى بينما بالفيز ون كان دوامك تقريبا كله بالجامعة ما عندك زيارة للمستشفى إلا شي بسيط بينما بالفيز تو العقس أنت بشكل أساسي دوامك بالمستشفى يتم التعامل وياك من قبل المريض على أنك طبيب ومن قبل الأطباء اللي هم أساتفتك على أنك طبيب متدرب بهاي ثلاث سنوات رح تتعلم مثلا تدرس أمراض تدرس شون تعالج هاي الأمراض مثلا يجيك شخص عنده دي كاي اي دي كاي اي اللي هو عبارة عن الديابتك كيتو اسيدوسيز ذول مرضى سكري يصير عندهم حالة بحيث أنه تزداد حموضة الدم عندهم ولازم يكون أكو خطوات للمانجمنت خطوات للعلاج لهؤلاء الأشخاص فتتعلم هاي الخطوات شنو بالضبط شقد تحسب مثلا شقد يحتاج هذا الشخص جرعة انسولين شقد يحتاج مثلا اي في لاين اللي هو مغذي شقد أطي مغذي وشقد الوقت اللي المفروض يبقى به هذا المغذي وإلى آخره فرح تتعلم هاي الأمور بالتفصيل الممل ورح تدرس عن كثير من الحالات والأمراض اللي رح تيجي للمستشفى فرح تصير دراستك بشكل مباشر على المريض داخل المستشفى وأكيد رح تحتاج تدرس نظري وبكميات أكبر مما كنت معتاد عليها بالفيز ون بالفيز ون كنت تدرس نظري وهو الشيء الأساسي عندك بالفيز تو رح يبقى موجود النظري ولكن رح يكون العملي هو الأساس فأنت مطالب بالعملي ولكن لازم تدرس النظري حتى تقدر تأدي العملي وأكيد سواء كان بالفيز ون ولا بالفيز تو رح يكون بكل الفيزين بكلة تو فيزز رح يكون عندك امتحان نظري وامتحان عملي وبعد ما تخلص أكيد الفيز تو رح يكون عندك أيضا امتحان أخير اللي هو بست سنوات كلها ولكن بشكل أساسي أكيد رح يكون الامتحان خاص بالفيز تو ولكن انت عملي رح تمتحان امتحان بست سنوات كلها بالكامل و الله يخليك لوضال ستقول انه انا ما ادرس بالفيز ون وادرس بالفيز تو لا ادرس بالفيز ون وادرس بالفيز تو تمام؟ ولتضيع وقتك ولضال ستقول انها اخذها بالمرحلة الخامسة اخذها بالرابعة اخذها بالسدسة رجاء لا تفتي ادرس من المرحلة الأولى وادرس بالفيز ون زين وروح للفيز تو انت دارس مو تروح للفيز تو تريد تدرس لا اروح للفيز تو انت دارس على الأقل الأساسيات ركز بالفيز ون على التشريح المضائف العطاء ركز انه كل شي تتعلم من فحوصات من أمور سريرية كل شي تتعلم من أشياء المفروض طبقها بالمستشفى فتعلمها بشكل جيد لا تضيع وقتك حتى تروح للفيز تو انت مستعد للفيز تو وهذه كانت عبارة عن مقدمة لماذا سيحصل في الست سنوات لطب الكوفة نبدأ بأول فقرة بهذا الفيديو وهي نظام الدراسة بطب الكوفة نظام التكاملي نظام الموديول النظام البريطاني كل هاي الكلمات ممكن تصف نظام الدراسة بطب الكوفة نظام الموديول بشكل أساسي يهدف لتحقيق غاية اللي هي الانتغريشن الانتغريشن هو التكامل أي لما نقول نظام تكاملي يعني معناتها الغاية الأساسية من هذا النظام هو تحقيق التكامل بين العلوم الطبية طيب شنو معنات هذا الكلام اليوم أنا طالب بطب الكوفة جيت أريد أدرس الجهاز التنفسي فأول شيء حتى أدرس الجهاز التنفسي لازم أروح لتشريح الجهاز التنفسي Anatomy Offer Spiratory System طيب التشريح رح يعلمني تراكيب الجهاز التنفسي من من يتكون الجهاز التنفسي من رأتين من قصبات هوائية الرأتين شنو موجود بيها تقسم إلى لوبس إلى فصوص الرأة اليمنى شنو فرق عن الرأة اليسرى هذه اليمنى وهذه اليسرى القلب وين ما كانه بالنسبة للرأتين الرأتين وين موجودة بالضبط أي جزء بالضبط من الجسم البشري وإلى آخر من هذه التفاصيل كلها رح يطرق لها التشريح بعدها رح أروح لعلم الأنسجة اللي هو الهيستولوجي رح يشرح لعلم الأنسجة شنو أنواع الأنسجة الموجودة بالجهاز التنفسي وشنو أنواع الخلايا الموجودة بالجهاز التنفسي الحواصلات الهوائية بالضبط هي شنو هي عبارة عن البلدينج بلوك للرأتين هي عبارة عن الوحدة البنائية للرأتين هي الشيء الأساسي اللي يسمح للجهاز التنفسي يعني يأدي وظيفته بعدها رح يجي الامبيريولوجي اللي هو علم الأجنة ويفهمني أساساً شنو تكوني الجهاز التنفسي من الأطوار الجنينية شنو الخلايا اللي كونت لي الجهاز التنفسي لما كنا بطن أمنة هاي كل هالتفاصيل رح يطيني إياها علم الأجنة وبعدها رح يجي الفيزيولوجي اللي هو علم وظائف العضاء رح يشرح لي بالضبط شنو هي وظائف الجهاز التنفسي وشنو يقوم الجهاز التنفسي بهاي الوظائف وبعدين رح تيجي عندي البايو كامستر البايو كامستر رح تتعامل مع التفاصيل الجزئية على المستوى الجزئي مثلا شنو علاقة البيئة مع جهاز التنفسي شن رح ينظم أو يساهم الجهاز التنفسي بتنظيم البيئة بالدم وإلى آخر من هاي التفاصيل هذا نبدأ مختصرة عن البايو كامستر بعدها رح ننتقل إلى الباثولوجي كل اللي مر بكفة والباثولوجي اللي هو علم الأمراض بكفة ثانية رح نتعرف على أمراض الجهاز التنفسي وتفاصيل كل مرض بعدها رح ننتقل إلى الفارماكولوجي اللي هي ألم الأدوية والعقاقية وحنتعرف على أنواع الأدوية اللي ممكن نصفها للجهاز التنفسي مثلا اللي عندهم آزمة اللي هي رابو مثلا أكو أنواع من الأدوية نصفها للي عندهم رابو مثلا وإلى آخر من هاي التفاصيل فرح نتعرف على الأدوية بالفارماكولوجي وأخيرا رح تجي الكلينيكل ساينس اللي رح نتعلم بيها الفحوصات مثلا إنه شون أفحص المريضة اللي يجي للعيادة أو للمستشفى مثلا إنه عنده آزمة اللي هي رابو شون الفحوصات اللي أسويه حتى أتأكد أنه هو فعلا عنده رابو مثلا اللي هي السماء الطبية يسموها سكلتيشن اللي أخل السماء الطبية بحيث أنه أسمع فد أصوات معينة تدل على أنه هذا المريض عنده رابو أو أسمع فد أصوات معينة تدل على أنه هذا المريض عنده سي أو بي تي اللي هو مرضي يصيب المدخنين المدخن الهفي سموكر يعني ذول المدخنين المضبوطين اللي صاد لهم يدخدون مثلا عشرين سنة شون أميز ما بين هذا المرض وهذا المرض وأمراض أخرى وأميز أنه أساسا أنه هذا الشخص طبيعي ولا مطبيعي وإلى آخر من هذه التفاصيل وعدين نتعرف على التكنيكس أو الانفستييشنز اللي هن الأشعة السينية الأشعة تعرف عليها شوك تأجزها شون أقراها ومثلا فحوصات تكون بالمختبر أنه يأخذون عين الدم ويسوون فحوصات فحوصات للدم ويضطوني قراءات حتى أنا أقراها وأقرر أنه هذا المرض تسوي له له طبيعي له مطبيعي وإلى آخره كل هاي التفاصيل رح أخذها بنفس الفترة الزمنية بحيث أنه مدة أربعة شهر مثلا أخذت كل هاي التفاصيل لما انتخلص هاي الأربعة شهر أكون عرفت كل شيء عن الجهاز التنفسي من أشياء أساسية علوم طبية أساسية اللي هي التشريح والأنسجة والإمبيريولوجي وإلى آخره والأمراض تعرفت على الأمراض وتعرفت شون أسوي فحوصات وتعرفت أنه شون أقرر أنه هذا الشخص ما ده مشكلة بالجهاز التنفسي أو عنده مشكلة بالجهاز التنفسي وإلى آخره من هاي الأمور تعرفت عنها بنفس الفترة الزمنية فأتحقق عندي الانتغريشن أتحقق عندي التكامل بين العلوم الطبية رسخت المعلومة وأخذت وقت أقل حتى أقراها أدرسها أفهمها أحفظها فبهذه الطريقة صارت الدراسة فعالة ومثمرة أكثر من النظام الكلاسيكي النظام الكلاسيكي على جانب الآخر كون اللي رح يسوي بالضبط رح يدرسني تشريح الجسم البشري كله بالكامل أخذ كل الأجزاء الموجودة بالجسم البشري كل التراكيب وأتعرف عليها وحدة وحدة وأتعرف على مصطلحات كثيرة أحفظ الكثير من المصطلحات كلها بنفس الفترة الزمنية كلها بظرف سنة أو سنة ونص أكون خلاصة تشريح الجسم البشري بالكامل بعدها نأخذ الأنسجة بعدها أخذ الفيزيولوجي اللي هو علم مضاء في الأعضاء بعدها الإمبيريولوجي بعدها البايوكامستري بعدها أتعرف على الباثولوجي اللي هو علم الأمراض وعلم الأمراض أدرس أمراض للجسم البشري كله بالكامل ما تكون فقط الأمراض الخاصة بالجهاز التنوفيسي ولا تكون فقط الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي لا كل الأمراض دفعة وحدة فالنظام الكلاسيكي رح يصير به تشتت رح يصير به أنه أنا لما أدرس التشريح كملت بعدها مريت بالهستولوجي بريولوجي فيزيولوجي ووصلت لل اللي هو علم الأمراض أكون نسيت اللي درست قبل فبهاي الطريقة أكو معلومات رح أضي رح أضطر أرجع أراجع أكو معلومات رح تتشتت أكو معلومات ما رح تروض بشكل صحيح فنظام المونديول أو النظام التكاملي إجا حتى يحل هاي المشكلة فعلى نظام المونديول أو الانتقرال سيستم اللي هو النظام التكاملي انحلت كثير من المشاكل صارت الدراسة فعالة أكثر فتخرجها وأطبها أفضل وهذا الشي مو فقط بطب الكوفة مو فقط بجامعة بيروت اللي درست بيها قبل سنوات أربعة بكثير من الجامعات تم اعتماد النظام التكاملي لأنه نظام فعال أكثر بكثير من النظام الكلاسي لذا فهاي قصة نظام المونديول وفرقة عن باقي الأنظمة الدراسية أنا شخصيا أحبذ نظام المونديول أو النظام التكاملي كنظام للدراسة بكلية الطب وأنصح الطلاب بالأنظمة الأخرى أن يأخذون فكرة على نظام المونديول يحاولون يخلون خطة بالمستقبل أن يدرسون على نظام المونديول تقدر أنت تدرس وحدك على هذا النظام مو ضروري أن تكون تنتمي لجامعة تطبق هذا النظام هذا مو ضروري وإن شاء الله بالمستقبل رح أتطرق لهذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر وأكو فيديو بشكل فعلي عن هذا الموضوع اتطرقت إلى قبل سنتين أو ثلاثة لقون رابطوا الفيديو أو الفيديو نفسه أعلى يمين الشاشة والآن رح ننتقل إلى الفقر الثانية من هذا الفيديو وهي مواد سنة أولى طب الكوفة مثل ما نعرف أن السنة رح يكون بيها two semesters كورسين fastline دراسيين أكو شي باع ثاني ماكو خلاص احنا بطب الكوفة نسمي السمستر الأول S1 نرمز لأس 1 سمستر الثاني S2 سمستر الثالث S3 S4 S5 S6 ما نسميها بالسنوات نسميها بالسمسترات لأسباب ستعرفوها إن شاء الله بهذا الفيديو والفيديوهات القادمة بالسمستر الأول رح ناخد نوعين من المواد النوع الأول اللي نسميه متطلبات الجامعة ببساطة ليش نسميه متطلبات الجامعة لأنه هي مواد تدرس بكل الكليات تقريبا فتشترك بيها كلية الطب مع الكليات الأخرى اللي هي العربي الإنجليزي الحاسوب والحقوق ما عندي نصيحة أقدمها إليك بخصوص هاي المواد عدا أنه هاي عبارة عن مواد تقراها وتمتحم بيها وتاخد درجة عالية وتنساه وبس هاي وظيفة هاي المواد النوع الثاني من المواد بالسمستر الأول رح نسميها متطلبات الكلية اللي هي ببساطة فيزياء طبية وأساسيات الطب الفيزياء الطبية هي ببساطة تطبيقات الفيزياء بالطب وعلى هاي القناة شرحت الفيزياء الطبية قبل ثلاث سنوات يمكن الشرح ما يكون بالمستوى المطلوب بالناحية تقنية الصوت وصورة وإلى آخره ولكن رح يساعدكم جدا هذا الشرح الرابط بعلا يمين الشاشة أما أساسيات الطب فرح ندرس بها مصطلحات وأيضا يعلى يمين الشاشة رح تلاقون الفيديو اللي يساعدكم بهذا الموضوع وأيضا بأساسيات الطب رح ندرس الأخلاقيات الطبية اللي هي العلاقة اللي تربط الطبيب مع المريض والقوانين اللي تربط أو تحكم هاي العلاقة رح تتعرفون أيضا على أمثلة بهذا الخصوص مثلا يجى مريض الطبيب طلب من المريض هيت الطبيب المفروض يعني طلب مو مشروع شنو المفروض يقول الطبيب بهالصيغة مثلا عندي دوة واحد ومرضين اثنيناتهم يحتاجون هذا الدوة بس أنا لازم أطي المريض واحد على أي أسس أعتمد بحيث أطي هذا الدوة لهذا المريض أو هذا المرض شنو هي الأسس اللي تحكم هذا الموقف بهذه الصيغة رح تتعرفون على الأخلاقيات الطبية أما بالسمستر الثاني فمنا رح يبلش نظام الموديول قبل هذا ما كان نظام موديول كان عبارة عن نظام كورسات بالسمستر الأول كنا نتعامل مع نظام كورسات أما من السمستر الثاني رح يبلش نظام الموديول بالسمستر الثاني رح ناخذ ست مواد المادة الاولى واللي هي رح تكون بالعادة يوم الاحد عبارة عن الام جي دي اللي هي اختصار موليكيولر من جزيئي جنتيكس يعني معناته وراثة انت ديزيز اللي هي امراض يعني علاقة الموليكيولز اللي هي الجزيئات مع الوراثة مع الامراض كل هاي الامور مع بعضها البعض رح تدرس بهاي المادة تركيب البروتين تركيب الدي اناي والار اناي وتفاصيل من هذا النوع واللي هي بشكل اساسي بايو كامستري بشكل اساسي بايو كامستري فارح تدرس بايو كامستري اللي هي الكيمياء الحياتية من البداية تاخذ هاي الافكار عن الكيمياء الحياتية هاي الافكار بالعادة ما مرتبطة بسيستم معين يعني ما مرتبطة فقط بالجهاز التنفسي او فقط بالجهاز الهضمي او فقط مثلا بالجهاز العصبي لا هاي مرتبطة بكل شي بحيث انه انت ما تقدر تاخذها يعني مع الانظمة الاخرى تاخذها وحده فرح تحس انه هاي المادة مفصلة تماما عن اي مادة ثانية النصيحة اللي اقدمها اليك بخصوص هاي المادة فوقت رح تاخذها اللي هي بالسمستر الثاني بالسنة الاولى وقت تاخذها اتعاملوا اياها على انه هي مادة لازم تدرسها تطلع بها درجة تركيب البروتين تركيب الدي انا اي شي رح تحتفظ بين نفسك بعدين ما رح تحتاجك كلش رح تحتبر بنوقات معينة بعدين اشبه بالثقافة بس انت لازم تفهم اجزاء معينة من هاي المادة اللي هي مثلا جيل الكتروفوريسيز اللي هي ببساطة عبارة عن تقنيات تكنيكس نستخدمها هتنسوي فحوصات معينة انواع معينة من الفحوصات فهاي ضروري تفهمها ضروري تفهم الميوتيشنز اللي هي الطفرات وهي التفاصيل عن هاي المادة يجدتي بامتحان الفيز ون اللي هو الامتحان اللي رح تمتحنا بنهاية السنة الثلاثة اللي رح يشمل السنوات الثلاثة الاولى بطب الكوفة لهذا السبب اهتم بذني التفاصيل والبقية اطلع عليهم وافهمهم اول شي لاجل الامتحان ضروري تقرى هاي المادة لاجل الامتحان لانه هي تعتبر يعني انا اعتبرها ثاني اهم المواد او ثالث اهم المواد عمليا اه ومادة مهمة اه لازم تقراها بالسمستر الثاني بس بعدين اغلبها رح تبقى عبارها عن ثقافة طبية بالنسبة لك المادة الثانية اللي هي الميتابوليزم الميتابوليزم معناته الايذ تذكرون الايذ الخلوي اللي اخدته بالسادس هو هذا نفسه بس رح تاخذوه بشكل موسع رح تاخذون شون ينهضم الجلوكوز شون تنهضم الفاتي اسد اللي هي الاحماض الدهنية شون تنهضم الامينو اسد اللي هي الاحماض الامينية البروتين يعني قاعد نحكي البروتين هسه اه و الاخر من هاي التفاصيل هاي المادة جدا مهمة هي انا اصنفها اهم مادة بالسمستر الثاني اهم مادة بالسنة الاولى انا اصنفها بهذا التصنيف هاي المادة اقراها بالهاندبوك الهاندبوك هو عبارة عن كتاب مانيول يسموه عبارة عن كتاب ماخذ من كذا مصدر كلش لطيف هذا الكتاب و ضروري انه تقرأ هاي المادة بهذا الكتاب فلازم تقرأ بهذا الكتاب المحابرات رح تستفاد من عندهم ولكن بشكل اساسي الهاندبوك واهتم بهاي المادة واقراها من البداية للنهاية و اسفل بالوصف رح تلاقي رابط لقناة تليجرام مشروح بها اربع ساشينات من هاي المادة رح تساعدك ايضا المادة الثالثة اللي هي Tissues of the body اللي هي الهيستولوجي الملانسجة اهنانا يعني بهذا الطريقة اهنان هاي المادة اقرب لكونها نظام الكورسات منها الى نظام الموديول ولكن اه يعني خلي نكون صريحين بنظام طب الكوفة ما تم تطبيق نظام الموديول بشكل كامل الا من السنة الثانية فبالسنة راح تشوفوا هاي اشياء تعتقد انه يعني بنقاط معينة ان انت اقرب لكلية العلوم منك الى كلية الطب بس مع ذلك يعني تعال على نفسك شوية ومشي الامور ان شاء الله بالسنة الثانية راح يتغير هاي تفاصيل ففي Tissues of the body راح تتعرف على انسجة الجسم المختلفة ببساطة الفصل الثاني من السادس احياء السادس عدكم راح يتم توسيعا على نطاق شوية واسع راح تتعرف على جميع الانسجة الموجودة بالجسم ولكن بشكل جنيرال يعني بشكل عام بعديا من راح تاخذ ال other systems اللي هي الهستول يعني ال respiratory histology of respiratory مثلا اللي هو انسجة الجهاز التنفسي انسجة الجهاز الهضمي الى اخره راح ترجع تنعاد عليك هاي المادة بشكل تفصيلي اكثر فهاي المادة ايضا تتعامل وياها مثل ما تتعامل ويا ال MGD اللي هي المادة الاولى اللي ذكرتها تاخذ افكار عنها تهتم بيها لاجل الامتحان ولكن لا تدق كلش 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 لانوا بعدها راح تنعاد عليك المادة الاخرى اللي نسميها CPS اللي هي clinical problem solving شنو هاي المادة بالضبط ببساطة مثلا راح تاخذ يعني حالة برضية مثلا اللي هي واحد مثلا وقع قاعد يمشي ووقع faint يعني اغمية عليه نغم عليه اهنان راح تأخذ يعني راح تتعلم شونة فكر حتى توصل للتشخيص ليش انه هذا الشخص وقع راح اول شي راح تتعرف على انه شنية التراكيب بالجسم اللي ممكن تسبب انه هو فاينت هو وقع يعني شنية التراكيب بالجسم مثلا او شنية الاجهزة بالجسم مثلا جهاز التلفسي ممكن يسبب ممكن ممكن الجهاز الدوران القلب والاوعية الدفونية ممكن مثلا النيروس سيستم اللي هو الجهاز العصبي ممكن يسبب والى اخير هي راح تاخذ يعني راح تفكر بهاي الطريقة ممكن ذني الاجهزة يسون يعني حالة اغمى بعدين راح تاخذ يعني تصار تفكر مثلا اساسا شنو الشنو الوظيفة الطبيعية لهاي الاجهزة وشنو ممكن يكون الخلل اللي صار بحيث يعني وقع هذا الشخص وبعدين راح تفكر اكثر انه شنو تأثير مثلا هذا المرض هاي الحالة المرضية او هاي الحالة على الشخص من ناحية نفسية من ناحية يعني اجتماعية والى اخره راح تتعرف او تفكر انه شنو ممكن اجزة فحوصات حتى اشوف شنو الخلل يعني او ايا هذا الشخص او ايا هذا المريض والاخر من هاي تفاصيل راح تاخذ المانجمنت اللي هي الادوية اللي ممكن تطهيها طبعا يمكن تفكر انه مو مبكر هذا الشيء كلش بمرحلة اولى سمستر ثاني بعدين يكونش ما ماخذ اي مبكر ولكن هما مجرد انه يريدون يطلق فكرة انه شنو لازم تفكر بس يعني هي مجرد فكرة تاخذها غالبا هاي المادة اساسا ما مطلوبة ما تدخل بالامتحان بس انه مجرد تفكر يعني مجرد تخليك تفكر واحيانا لا يعني مرة يقولون اندخلها مرة يقولون اندخلها وقت انا امتحانت ما كانت دخلة دوسوا وقتكم بتو يدخلوها ما عروف بس هي مادة الغالي الاساسية منها انه تعرشون تفكر هذا كل اللي مطلوب من هاي المادة المادة الخامسة وهي هاي المادة رح ترجع تتكرر بالسمستر الخامس اللي هو بالسنة الثالثة السمستر الاول هاي المادة بشكل اساسي بيها تفاصيل كثيرة اني برأيي انه اهم نقطة بهاي المادة تركز بيها على المصطلحات المصطلحات انه تفهم كل مصطلح مثلا يجي انه يقولك انه meta analysis شون معناه meta analysis ازم تفهم شون معناه meta analysis مثلا cohort study شون معناتها مثلا prevalence morbidity mortality هاي المصطلحات لازم تفهمها تحفظها يعني هي هاي الزبدة اللي ممكن تاخذها من هاي المادة بالإضافة إلى ذلك أنت رح تاخد PIE STATISTICS PIE STATISTICS اللي هو الإحصاء الحيوي يعني رح تاخذ إحصاء فرح تعرف مثلاً أنه شنو معنات الموت شنو معنات المين فاليو وإلى آخرية هاي التفاصيل فهي بيها شوية رياضيات يعني هاي المادة بيها شوية رياضيات شون تتعامل بيها هاي المادة تقرأ المحاضرات تفهمها تستوعبها إذا ما فهمت تسأل الدكتور وتروح للـ Smaller Group رح نحصل على Smaller Group بعدياً بالـ Smaller Group رح تتعرف على يعني شيء ثاني وغير المحاضرة بس حاولي تركز أخذ أكو يعني ملاحظات من السنوات السابقة كل شيء رح تفيدك وإفهم هاي المادة واستوعبها يعني إجل قد ما تقدر لأنه هاي المادة مهمة تجعلها هواي أسئلة والدرجات تجي بيها بسهولة فهي نصيحة اللي ممكن أقدمها إليك بخصوص هاي المادة فكملخص أنه مادة الـ Health and Disease لازم تتعرف على المصطلحات وتحفظها وتفهمها وتستوعبها هاي الرأي يعني نقطة جداً مهمة لأنه بعدين بالمستقبل مثلاً رح يقولك أنه الـ Prevalence ما للـ Diabetes أنه يزداد سنة عن سنة شنو معناتها هاي تعرفها من الـ Health and Disease بس الـ Diabetes أنه مرض السكري قاعد يزداد سنة عن سنة بحيث أنه بسنة الـ 2040 رح يصير كذا فهذه المصطلحات من رح يستخدمها بالمصادر وبالمحاضرات أنت إذا ما عندك background إذا ما عندك خلفية عن هاي المصطلحات رح توقفك أنه شنو معنات هذا الكلام أنت المفروض تكون عارف معناه قبل فهاي نقطة مهمة بعد هماتيا مادة الـ Health and Disease مهمة بالـ Research يعني بعدين مثلا أنه أنت تريد تروح تتعرف على مثلا بحوث معينة موجودة على البابمد البابمد شنو هو شنو تفاصيل هذا خلوه بعدين بس الفكرة أنه أكو بحوث أكو مقالات مقالات علمية موجودة شن أنت تقدر تعرف أنه هاي المقالة موثوقة ولا ما موثوقة هذا يدرس كيال يتفصل به طبعا بيطب الكوفو مو كل شي بيرفكت و هو بكل الجامعات على فكرة مو كل شي بيرفكت بس ثم يخلو لك الفرصة حتى تصير اللي تريد تصيره بعد شون تصير وتصير أو ما تصير هذا يعتمد عليك أنت فرح تاخذ شي اسمه متى اناليسيس كوهرت ستادي تفاصيل من هاي لازم تعرف كل واحدة من عندها شنو معناته وهي هاي المعلومات والمفاهيم والتفاصيل اللي رح تستخدمها حتى تقدر تعرف أنه هذا البحث أو هاي المقالة موثوقة أو ما موثوقة و ايضا وحدة من أهم النقاط اللي رح تتعرف عليها بالهيالث عن ديزيز هي الإبيديميولوجي الإبيديميولوجي ببساطة هو علم يهتم بالاحصاء يطي مثلا إحصائيات مثلا مرض السكر اللي هو الدايبيتس بشقد موجودين بالعراق مرضى مصابين بهذا المرض بشقد موجودين مثلا نسبتهم كذا نسبة عالية وهي فعليا نسبة عالية فهذا يطيق فكرة أنه الاهتمام بهذا المرض مهم لازم تهتبي لازم الدرسه أنا شخصيا لمن يعني اجانا الدايبيتس وهو بهوات تفاصيل يعني بصراحة حطيته اهوات اهتمام لانه ادري انه هو كمن واعرف انه رح اقابل هواي اشخاص وهواي مرضى عندهم دايبيتس فلازم اعرف عنه تفاصيل كثيرة فهي الامور كلها لازم انت تاخذها من الهيث عن ديزيز ولازم تاخذها بالسنة الاولى لانه بعدين ما رح تتكرر فهاي مهمة افهم ركز على ان نشوف اكو شغلين اكو جزئين شغلك شغل للمستقبل وشغل الحاضر الحاضر انت عندك مادة رح تمتحن بيها اذا ما تمتحن ما تنجح وما تشوف المستقبل هذا واقع بس بنفس الوقت انه انت لما تدرس خلي بالبالك انه انت لازم تهتم بالمستقبل المستقبل اللي هو هذا اللي قاعد احكي لازم تفهم شون معنات الابديميولوجي وشون تستوعبه وشون تقرأ وشون تفهمه عن كل disease رح يقابلك بالمستقبل لازم تفهم المصطلحات اللي يتعامل بها Health and disease لازم تعرف مصطلحاتها لازم تعرف شون تسوي لأي ارتكل يعني انه تنقد هاي الارتكل وتعرف هل هي صحيحة او مصحيحة تاخذ بها وما تاخذ بها فصار عندك شغل للمستقبل وشغل للحاضر هذا لازم تنتبه علي من البداية اذا ضليت بس تدرس حتى تمتحن هذا ليس جيد اذا مو زيني لك اما المادة الاخيرة اللي هي السي اس اف ام شوف بنظام الموديول كل ما تقدمت بالسنوات يزداد الجانب السريري ويقل الجانب النظري احنا هسا بمرحلة رابعة اغلبة اللي قاعد ندرسه هو جانب سريري مو جانب نظري فهاي السي اس اف ام هي ببساطة عبارة عن الجانب النظري مثل ماغلت اللي رح تاخذه الان رح تتعرف على قياس الضغط وشون تقيس الضغط شون الشد كانيولة طبعا ما رح تطبق على اشخاص يعني قياس الضغط ممكن تطبقوا كزملاء بيناتكم بس الكانيولة اللي هو شون الشد الكانونة او الكانيولة المهم الكانيوليشن ما رح تقدر تطبق على مريض او على شخص رح تتعرف بس شون تسوي بس ما رح تطبق على شخص رح تتعرف على لشون تقيس درجة الحرارة يعني الفيطال ساين لشون تقيس البالسيشن اللي هو النبض والاخري من هاي التفاصيل هاي الامور الاساسية اللي رح تتعرف عليها بهذا الموديول ورح تمتحن بها عملي فعني لازم تهتم به هاي المالدو وتهتم زين يعني لانه هاي تمثل الجانب العملي تمثل الامتحان العملي يعني اللي هو الاوسكي الفقرة الثالثة تجربتي بصراحة انا بالسنة الاولى لانه باعتبار درس البواد قبل فتجربتي رح تختلف عن تجربتكم حاليا بس بشكل عام انه هاي المواد الغاية الاساسية يعني هاي المواد بالمجمل الغاية الاساسية منها برأيي مو كمادة وانما حتى تتعرف على الطب وحتى تصير يعني تعرف تدروس بجامعة بيروت السمستر الاول الموديول الاول بانه بجامعة بيروت النظام شوية مختلف بس هو يعني نفس الفكرة بس شوية تفاصيل نظام مختلفة كان الموديول الاول او اللي هو الجزء الاول من السمستر الاول كان ببساطة الغاية من عنده انه بس يعلمك شون تدرس وشون تاخذ رتم بالدراسة بس مو اكثر ما مطلوب منك انه تفهم كل شيء وتستوعب كل شيء بس اخذت طريقة صحيحة بالدراسة وعرفت على المصادر عرفت شون تتعامل مع المصادر وتدرس بالمصادر هذا كان كلش كافي بشكل عام انه برأيي هو هذا الغاية الاساسية من السنة الاولى انه تفهم شون تدرس وتعرف على المواد الطبية وتاخذ رتم صحيح بالدراسة الحقيقية لطب الكوفة تبلش بالسنة الثانية ابدا وبالسنة الاولى ولكن مع ذلك اكو ناس طلعوا دور ثاني بالسمستر الاول وبالسمستر الثاني وكوهواي ناس طلعوا دور ثاني اكو ناس رسبوا عدو السنة الاولى ولكن خلي نكون صريحين الاغلبية نجحوا طالما انه الاغلبية نجحوا يعني احتمالية النجاح اكبر بكثير من احتمالية الرسوب فلا تخاف ولا تظل تقلق بس تابع دراستك ونضم حياتك نضم حياتك الدراسية وحياتك بشكل عام راح تشوف انه كل شي ماشي لا تخاف نتابع حتى نضم هذا الحديث كله لفقرة النصائح والاسئلة الفقرة الرابعة فقرة جدا مهمة شنو علاقة السنة الاولى بالسنوات الدراسية اللاحقة برأي الشخصي انه العلاقة الاساسية والاهمية الاساسية للسنة الاولى تكمن بان تاخذ رتم صحيح على الدراسة تحل مشكلة اللغة هذا اهم من المادة نفسها مع انه الميتابولوزم ما راح يرجعين عاد يعني فضروري انه تفهم الميتابولوزم وضروري انه يترسخ دماغك ضروري الميتابولوزم لهذا السبب صنفت اهم مادة بالسنة الاولى مهم جدا راح ترجع يعني تستخدمها مرة ثانية بالسمستر الخامس اللي هو السنة الثالث السمستر الاول ضروري انه تتعرف علي بشكل جيد لانه راح تحتاجه بالمستقبل ممكن ينعاد بس ما ينعاد بنفس التفاصيل ورح يخذه من نظر الاعتبار انه تم اخذه قبل ورح يرجعني ادولك يا اكيد يعني فضروري ذني الماتين كمادة علمية ضرورية ولكن البقية برأيي انه تأثيرها على السنوات القادمة هي انه يخل انك تاخذ رتم صحيح بالدراسة تحل مشكلة الانجليش ما يعود الانجليش بالنسبة لك مشكلة نفس الوقت تصير عندك شوية ثقة شوية معرفة لانه السنة الثانية هي اهم سنة بالتفاصيل ايضا للطور الاول وهو اول ثلاث سنوات شنو اهم سنة بيهن هي الثانية فبرأيي انه المفروض تأخذ السنة الاولى كان سنة سنة التحضيرية للسنة الثانية لانه السنة الثانية هي فعليا الى ヒア التي يصب profoundly ordo لهذا تكمن أهمية السنة الاولى بالتحضير للسنة ثانية بالإضافة أيضا إلى أن بعض المواد راح تكون متعلقة بالسنوات القادمة اللي هي أهمها Metabolism, Health and Disease, and Population نظام الامتحانات هو واحد بالسنوات الثلاثة الأولى بالسنة الرابعة والخمسة والساسة اللي هي السنوات الثلاثة الأخيرة الموضوع شيء يختلف بس بالسنة الأولى والثانية والثالثة تقريبا هو نفسه بما يخص السمستر الأول فما عدنا عملي يعني ما كانت امتحان عملي بشكل أساسي هو امتحان نظري مجرد أنه تروح تمتحن بنهاية السمستر ما عدنا امتحانات خلال السمستر ما موجودة أو على الأقل ما كانت موجودة فامتحانات خلال السمستر ما موجودة إلا في حالة التعليم الإلكتروني صارت امتحانات خلال السمستر وكان أكو سعي ولكن بحالة الدوام الحضوري ماكو سعي وماكو أي امتحان خلال السمستر الامتحانات تكون بنهاية السمستر يعني بعد أن تكمل مثلا بالسنة الأولى داومتو مثلا بشهر الاثنعش فتمتحنون يعني نهاية شهر الثاني اعتقد تكون خلصتو أصلا اعتقدت داومون بس شهر ونوص أو شهر ما متأكد نسيت شوية بعض التفاصيل بس بالشكل عام بنهاية السمستر الأول اللي راح تساوه هو تمتحنون المواد كلها من 100 يعني أنت راح تدخل صفر بالمواد راح تمتحن بها بنهاية يعني بالفاينول لديك امتحان واحد فقط لكل مادة هذا معنادة يعني بالسمستر الأول راح تمتحن كل مادة على حدا يعني الاربي واحدة الانجليزي واحدة الحاسوب واحدة الحقوق واحده فيزياء الطبية واحده والأساسيات الطب أيضا راح تكون وحده بحيث أنه إذا رسبت بأي مادة راح تمتحن بها وحده وممكن تحملها على السنة الثانية ومن راح ترجع تمتحن بها تمتحن بها وحده كدور ثاني يعني فكل مادة تكون منفصلة أما بالسمستر الثاني الامتحان راح يكون مختلف إلى حد ما ومختلف في شكل كبير على السمستر الأول راح يكون أكو جانب نظري وجانب عملي بالعادة جانب العملي يكون قبل الجانب النظري يعني تمتحن الأوسكي الأوسكي هو امتحان العملي بالطب بشكل عام وبطب الكوفة بشكل خاص بالأوسكي اش راح تمتحن ببساطة راح تجي تلاقي مريض يقولك أخذ منه هستوري هستوري يعني أخذ منه التاريخ المرضي أو مجرد افتتح المقابلة يعني تسأله يعني شونك شخبارك اسمك عمرك متزوج لولا اش تشتغل من هاي التفاصيل يعني راح تتعرف على الهستوري تيكين ان شاء الله لمن تبلش سمستر ثاني أيضا راح يقولك أنه قيس ضغط لهذا المريض قيس مثلا درجة الحرارة لهذا المريض مثلا قيس النبض لهذا المريض قيس مثلا معدل التنفس لهذا المريض مثلا يجيب لك سيناريو مكتوبي يعني كتابه يقولك مثلا طلع لي معاناة المريض اللي قاعدش يشوفه هنا بهذا السيناريو وإلى آخره هذا امتحان العملي هذا راح يكون بيوم واحد كل الطلاب يمتحنونه بيوم واحد وامتحانه لحد ما بسيط يعني ما يحتاج تاخذ أفكار منه الصعبة ومعقدة عليها ها اونسية الكانيولايشن ها راح يعني تشد كانيولا بس مو لشخص راح يشدها لدمية ويسا راح يشوف الدمية إن شاء الله ثلاثة نصدب بس راح يشوف الدمية إن شاء الله فهذا بشكل أساسي هذا امتحان العملي امتحان النظري الموضوع شوية مختلف بامتحان النظري راح تمتحن كل المواد كل المواد هاي السبعة أو الستة لا ستة كانت إذا الـ CVS شاء له فيبقى خمسة بس أو لا عمليا أربعة لأنه امتحان العملي تمتحنته فرح يبقى بس أربعة مواد أربعة أو خمسة CVS إذا بقوا في السرن خمسة CVS إذا شعله فيصير أربعة والـ CVS هو هاي المادة اللي قدنا عليها شو نتفكر يعني إذا واحد أغمي عليه شو نتفكر يعني كجانب سرير شو نتفكر يعني هو هاي المادة يعني خلنا نقول على مستوى أربعة مواد راح تمتحن بيهم كلهم بنفس الوقت بنفس اليوم كلهم يعني بحيث أنه انت عندك امتحانين امتحان عملي بيوم واحد وامتحان نظري لأنه يعني يحتاجون 6 ساعات امتحان فما يخلوا الكياب يوم واحد يخلوا الكياب يومين متعاقبين يعني تمتحن الأحد والثنين أوكي الأحد تمتحن نسميها short essay اللي هي تكتب يعني اليوم الثاني اللي هو يوم الثنين راح يكون multi chose questions اللي هي أسئلة خيارات نفس المادة نينات لامتحانين نفس المادة بس مثلا ما قلت أنه لأنه صعب يخلوهن 6 ساعات أو خمس ساعات بيوم واحد تمتحنهن فيقسموهن على يومين يعني يحتاج خففهن عليك وإلا مثلا يعني بامتحانات مثلا يعني اليوسم الثاني مثلا على ما أعتقد يعني يكون امتحان لمدة 8 ساعات يفصلوه ما يفصلوه ما أعرف بس هي الفكرة أنه هو الامتحان يكون لمدة 6 ساعات لمدة مثلا أعتقد يعني ما متأكد ولكن المرحلة الساسية أعتقد يكون 3 ساعة ونص يعني مجموحن يكون 7 ساعات فصعب أنه يخلوهن إياه 7 ساعات بيوم واحد يمتحنهن فيفصلوهن على يومين وإلا هو نفس الامتحان شنو طبيعة الامتحان وعلى شنو الركز وإلى آخر من هاي التفاصيل هاي أمور يعني ترح تأخذون نماذج أسئلة من السنوات السابقة وما يحتاج الشغلون نفسكم كلش شنو يجي الامتحان وإلى آخر من هاي التفاصيل أنتوا درسوا زين وفهموا المادة زين وطلعوا على بعض الأسئلة ورح يكون كل شي تمام رح تجيكم بشكل كيساتي يعني أنه مثلا يعني مثلا يعني شرح لك سيناريا عن شخص معين وبعدين تجي أسئلة علية مثلا ممكن يجيك أنه بشي يتعلق مثلا بالميتابوليزم يقول لك أنه هنانا هذا الشخص صار عنده أسيتون بريثين اللي هو يعني أي ريحة يعني حلقة تكون أسيتون ويطيك في التفاصيل معنا يقول لك شنو هذا شنو صار بي شنو المرض اللي موجودة عنده هنانا رح تقول لي دي كاي اي اللي هو داياباتيك كيدو أسيدوسي فهاي يعني هاي مثلا الأسئلة اللي رح تكون فلا تشغل نفسك كلش بهوائي تفاصل متعلقة بالامتحان أنت أدر الزين وصدقني رح تقدر تحل الأسئلة ورح تقدر تنجح بس أدر الزين وبالامتحان ركز على الوقت الوقت رح تحس بسرعة رح يطير فركزين والأجوبة تكون هي عبارة يعني مكسيمام مكسيمام رح يكون سطر أو سطر ونص فمن تحس نفسك كتابة جريدة يعني خلي ببالك إنه ممكن كنت رايح بطريق غلط يعني هاي النصيحة اللي رح أقولك إياها حاليا فلهنانا كمنا كلامنا عن الأبدحانات ننتقل لفقرة النصاح والآن رح ننتقل إلى فقرة النصاح وبرأيي هاي الفقرة مهمة لأنه بالغالب أن الغالي الأساسي من هذا الفيديو أنه تتفهم المرحلة اللي هي شنو أصلا ونظام طب الكوفة يعني التفاصيل كثيرة وتخرج من بعدها بنصاح من خلال هاي النصاح أنه رح تروح وترتب أمورك المفروض أنه هاي النتيجة من هذا الفيديو فهاي الفقرة مهمة وأول نصيحة ركز على أنه تتعلم الشون تتعلم أكثر من أنه تتعلم شون يعني يعني أنت من المرحلة الأولى المفروض تخرج بنقطين النقطة الأولى خلاص صرت تعرف الشون تتعلم تمام النقطة الثانية تتعلم بشكل فعلي بحيث تاخذ معلومات تاخذ دراسة تدرس وتمتحن تنجح وتنتقل للمرحلة الثانية فالمفروض ذني النقطين أنت اللي تخرج من أدهن أو اللي تخرج بيهن من المرحلة الأولى أما تتعلم الشون تتعلم فهو ببساطة لازم تتعلم طرق صحيحة بالدراسة يعني اليوم مثلا بالنسبة لطلاب مثلا المرحلة السادسة أو الطلاب اللي متخرجين خلاص ليصاروا أطباء يعني مثلا أنه لو تجي تريد تشوف أنه قد يدرسون بليوم طبعا هؤلاء الأشخاص اللي يعني فعلا أنه يهتمون دائما أنه يتعلمون أشياء جديدة هم لازم يتعلمون أشياء جديدة هذا الشيء مفروض عليهم وبإرادتهم يعني مو رغبة لا هي فتشي واجب فتلاقي أنه يدرس باليوم ساعة وحدة يكون كلش كافي بالنسبة له ويتعلموا هؤلاء أشياء بهاي الساعة يعني مو مثلا لا أنه تعلم لها معلومة وخلاص آفها لا أنه يتعلم بحيث أنه ممكن مثلا يعني هاي الساعة بنفس هذا اليوم ممكن أن تكون مثلا هي الساعة اللي سمحت لها بأنه مثلا يساهم بإنقاذ مريض مثلا من الموت مثلا مثلا درس يعني هاي معلومة هو المفروض يكون لما تخرج أخذها بس مثلا أنه وجد الشخص أنه عنده هايبركاليميا اللي هو زيادة نسبة البوتاسيوم بالدم فشنو المانجمنت مالت شي سوي له المفروض يضطي كالسيوم فهاي المعلومة هو خلال هاي الساعة درس على تفاصيل كثيرة ودرس شون يضطي ولا آخره ومن هاي الأمور درسه كموضوع مهم يعني أنه هذا ينقذ شخص من الموت فدرسه ودرس كل الجايدلاينز الجايدلاينز يعني شنو اللي لازم تسوي أنت أكو إرشادات يعني جايدلاين هو عبارة عن إرشاد فأكو إرشادات عالمية مثلا أكو منظامات خاصة هي تسوي دراسات وتضطيك إرشادة أنه هي تسوي فهو درس هاي الأمور ودرس كل التفاصيل خلال هاي الساعة وبعد ما خلص هاي الساعة إجا مريض عدى نفس الكونديشن اللي يدرسه خلال هاي الساعة أو يكون هو أساساً مأتد أنه يدرس كل يومية ساعة وبهاي الساعة يتعلم أشياء جديدة يساعد بها الناس أكثر فبالنهاية أنه نقص شخص من الموت من خلال دراسة لمدة ساعة باليوم فالوقت رح يصير إلى فائدة أكبر بكثير لما أنت تعرف الشون تستغل الوقت تعرف الشون مثلا يعني اليوم أنا مثلا أنه عندي آلة عندي آلة حديثة هاي الآلة الحديثة سريعة كفوئة بيها كفاءة دقة بيها هواي مميزات بحيث تخلي الإنتاج خلال الساعة إنتاج رهيب بينما بالمقابل عندي أداة تكون هاي الأداة مو بالمستوى المطلوب وبطيئة ومو دقيقة وبنفس الوقت بيها يعني هواي عيوب فبالنهاية الناتج اللي رح يطلع من هاي الآلة السخيفة خلال الساعة أقل بكثير من الناتج اللي يطلعه هم ومضبوط وممكن بيصل لمستوى إنه ما تقدر تعتمد علي أصلا فبينما مقارنة بالآلة الجيدة لا أنه تطلع نتائج جيدة وسريعة وهواية وتستفاد منها موثوقة فهذا الفرق يعني هذا اللي أنت لازم تكون تعلمته ولازم تكون قاعد تتعلمه الآن خلال المرحلة الأولى هي تتعلم الشون تتعلم وبرأي أفضل طريقة إلاك حاليا حتى تتعلم الشون تتعلم هو باستغلال مادة الميتابولوزم مادة الميتابولوزم اللي هي المادة اللي راح تأخذه يوم الثنين أعتقد بطب الكوفة بالسمستر الثاني فهنا نستغلها حتى تتعلم الشون تتعلم بهاي المادة أكو طريقين يأما تروح للهاند بوك اللي هو كتاب فعلي كتاب هذا يوازي المصدر حتى أنت قاعد تقرأ يعني خلي نقول أنه بهالصيغة أنه مصدر مخفف تمام فرح تتعلم الشون تدرس بشكل فعلي وتتعلم الشون تتعامل مع المصادر فأني أنصحك وبشدة أن تدرس على هذا الكتاب اللي هو الميتابولوزم من خلال هذا الكتاب رح تتعلم شون تفهم النص شون المهم شون المو مهم شون تستوعب شون تربط الأمور هو مقسم إلى ساشينات مقسم إلى فصول خلي نقول أنه الفصة الأول شون ربطة بالفصة الثانية والمفروض يعني بشنو طلعت من الفصة الأول بحيث رح يأهلك حتى تدرس الفصة الثانية وتربط مع بيناتك فكتاب مهم لازم تتعامل بشكل جدي حتى من خلاله أنه تتعلم شون تتعلم وبنفس الوقت رح يساهم وبشكل كبير بحل مشكلة اللغة والمفروض أيضا مشكلة اللغة أنت تكون حلية جزء من عدها بالفيزياء الطبية اللي هي بالسمستر الأول بالمرحلة الأولى وبرأيي أيضا أنه من الشيء اللطيف أنه تخلي ولو مصدر واحد حتى لو مصدر بسيط تدرسه خلال السمستر الثاني خلال السمستر الأول تدرس أليا وحتى لو بطيء وحتى لو تكون شي جدا جدا بطيء وبالقوة تستوعب مو مشكلة المهم أنه أخذ مصدر معين حدد أنه هذا المصدر وراح أقترح لكم عدد من المصادر بعدين ولكن أخذ مصدر معين وادرس عليه طبعا بالتزامن مع دراسة لا تستغني عن الميتابولوزم لأنه هو الشيء الأساسي يعني أنا برأيي أنه دراستك للميتابولوزم بكتاب الهاندبوك هو الركيزة الأساسية حتى تتعلم شون تتعلم ولكن بالمقابل اختار مصدر معين هذا المصدر أيضا رح يساهم بأنه تتعرف على المصادر تتعرف على كلمات أكثر اللغة الإنجليزية بالطب ما ينفع أنه تروح تدخل دورات والآخر لا أنت يعني هي دراستك أنت تقرأ تقرأ مصادر تحفظ مفردات تعرف شون تفسرها للمفردات مو فقط أنه تحفظ بشكل عشوائي ما عندك مثلا كلمة معينة حفظتها ولكن هاي الكلمة ما عندك التفسير الصحيح لها بحيث أنه النص اختل يعني أنت ما فسرت النص بشكل صحيح فيعني ما درست صح يعني معناتها رح تستخدم هاي الآلة التعبانة السخيفة فلازم تتعلم شون يكون عندك الآلة الدقيقة القوية السريعة المفيدة اللي نتائجها خلال ساعة واحدة تكون كثيرة وتقدر تعتمد عليها لمن أدقق وأقول أنه تتعلم شون تتعلم أهم من أنه تأخذ معلومات من السنة الأولى كمادة علمية لأنه المعلومات اللي رح تأخذها من السنة الأولى كمادة علمية مو معلومات كلش قوية مو معلومات كلش كثيرة وتأثيرها على السنوات القادمة يعني محدود بنقاط بعينة أنا اعتبرها بنقاط كثيرة أجزاء كثيرة من مادة السنة الأولى عبارة عن ثقافة ثقافة طبية وجزء بسيط من عندها مقارنة بالجزء الأكبر اللي هو ثقافة طبية فجزء بسيط من عندها هو اللي رح تأخذه يعني إلك ورح يساعدك بالمرحلة الثانية والثالثة والسنوات القادمة كلها لهذا استغل المرحلة الأولى بأنه تتعلم الشون تتعلم تكون عندك طرق صحيحة بالدراسة طرق دقيقة طرق تخلي الساعة عندك إلها حساب ساعات عد غيرك تنظيم الوقت هو النصيح الثاني أنا سويت فيديو عن تنظيم الوقت ولكن بهذا الجزء من هذا الفيديو رح تحدث عن أشياء أساسية برأيي أنه لو طبقتها تكون إذا ما حليت كل المشكلة فتكون حليت أغلب المشكلة أول دقطة لازم تفهمها عن مسألة تنظيم الوقت هو مستحيل أكو شخص ناجح ومبدع واصل لمستوى عالي واصل للي يريده ما ننظم وقته فتنظيم الوقت في شيء جدا مهم حتى توصل للي تريده حتى تصير طبيب ناجح حتى تتفوق حتى تصير الأول على المرحلة فتنظيم الوقت هو الركيزة الأساسية اللي لازم تهتم بيها النقطة الأولى اللي لازم تفكر بيها من لما تدخل للمرحلة الأولى من لما تدخل لأي مرحلة من لما تبلش تدرس بشكل فعلي حتى تحقق في شيء أنت تريده النقطة الثانية اللي لازم تفهمها وهي لا تقل أهمية عن النقطة الأولى عملية تنظيم الوقت هي مو يعني أبرة خلص خذتها للأبرة وخلص ما عاد بعد محتاج شيء ثاني لا هي مو أبرة لا وإنما هي عملية ممكن تستمر لأيام وجوز أسابيع حتى تقدر تلبطها فهي عملية تدريب أنه أنت تدرب نفسك على جدول معين تلتزم بيه أنا شخصيا أعتبرها بهذه الطريقة فأني شخصيا أعتقد أنه أسبوع شيء كافي لا هو شيء كثير ولا هو شيء قليل فمدة كافية حتى تدرب نفسك على جدول معين تخلي وتلتزم بيه فأول نقطة أنت حدد بيه وقت تنام وبيه وقت تقعد مثلا نخذ مثال أنا أريدي نام الساعة 12 أقعد الساعة 6 هذا جدولي 12 نوم 6 قاعدة شقدت مدة النوم؟ 6 ساعات 6 ساعات كافية إلك أنت جربتها يومين 3 كافية إلك هاي 6 ساعات إيه كلش كافية يعني قاعد أقدر يعني يعيش اليوم بشكل عام ما قاعد أتعب مثلا نص اليوم أتعب بحيث أنه أهلك ما أقدر بعد أقاوه وما أقدر أستمر باليوم كلش كان فيه بنسبة لي 6 ساعات خلاص تمام أكو شخص متكفي يحتاج 8 ساعات الشون راح يفهم أنه كافية 8 ساعات ولا لا لازم يسوي دراسة عن نفسه خلال هذا الأسبوع أنه يكون اليوم الأول مثلا نام 6 ساعات شاف أنه 6 ساعات قليلة بحيث أنه قاعد أتعب مزودها سوا 7 ساعات اليوم الثاني شاف أنه خلاص مضبوطه 7 ساعات كانت كلش كافية بالنسبة لي ما تعبت وبنفس الوقت ارتاحيته الجسمي صحي وكل الأمور تمام فخلاص أنا من الساعة 12 أقعد الساعة 7 خلاص هذا السيستم مالتي يعني هو وقتاني هذا الشي وقتاني وخلاص بضبوطه إياي شخص ثاني لو يقول أنه أنا 6 ساعات شفيتها هوايع بحيث أنه نمت الساعة 12 قاعدت الساعة 5 أنه محسيت نفسي خلاص شبعا أنه ليش دخلي 6 ساعات خلاص 5 ساعات كافية فهذا بالتجربة يعني لازم تفهم جسمك تفهم نفسك تفهم طبيعتك فهذا بالتجربة وهو هاي الغرض يعني من أنه يكون أكو سبوع حتى تنظم بي وقتك النقطة الثانية حدد وقت للدراسة تحديد وقت للدراسة بنقطتين النقطة الأولى عدد ساعة الدراسة تحددها والنقطة الثانية بأي وقت من اليوم تدرس فمثلا أنا شخصيا يعني أخذ مثال عن نفسي بالغالب ثلاث ساعات يكون بالنسبة إليه كافية يعني أكثر من ثلاث ساعات أمل ومحتمل ثاني يوم ما التزم أقل من ثلاث ساعات يصير العكس أنه ما أرتاح نفسيا لأنه أحس أنه ما من جزء كفاية واليوم الثاني رح أبغض على نفسي أكثر ورح نرجع بنفس السايكل فشفت أنه ثلاث ساعات شي أستمر بي كل يومية يعني الأيام الدوام ولكن أكيد بالامتحانات شي مختلف بس أنه خلال الأيام الدوام أنه ثلاث ساعات كلش كافي وأنسب وقت إليه أنه يعني من الستة مثلا للتسعة يعني ستة العصر للتسعة بالليل كلش كافي هذا أنسب وقت إليه وثلاث ساعات كافي بنسبة إليه فحددت الوقت اللي أدرس بي وحددت إش قد المفروض أدرس خلال هذا الوقت يعني بحالتي المفروض المغرب للليل الآن قاعد أدرس هذا الوقت وثلاث ساعات بس فأنت أيضا نفس الشي بنسبة مثلا طلاب المرحلة الأولى بالعادة رح يحتاجون وقت أكثر لأنه بعدهم بالبداية هواي أساسا وقت قاعد يضيء ترجمة أحيانا رح نتحدث عنها موضوع بعشوية أحيانا مثلا هو يظلي يعني يدور بالكتب يعني ما عنده مثلا في الطريقة معينة بحيث يدرسها المادة فهواي وقت يضيء فقط بمحاولة أنه يدرس فيكون الناتج من خمس ساعات دراسة أربعة فقط أو ثلاثة أو بس اثنين فهواي وقت يضيء بينما مثلا لطلاب مرحلة أساس سيمكن يقولوا أنهني باليوم ساعتين كلش كافي علي أدرس كلش كافي ساعتين وخلص الأمور ماشية وكافي علي ساعتين يعني مرتاح ويساعتين ومكافيتني ما محتاج أزيد أكثر من الساعتين والأمور ماشية فهذا يعتمد يعتمد على أنه أنت وضعك هسه شنو يعتمد على أنه أنت شنو يعني أنا شخصيا ثلاث ساعات علي قلت إذا أزيدها أو إذا أناقصها بنسبة إلي الضر فلازم بوقت معين لازم كم معين من الساعات بالنسبة الشخص ثاني مثلا بالنسبة إلى ما عنده مشكلة يدرس 10 ساعات باليوم وإذا درس أقل من 10 ساعات يصير عده ديفكت يصير عده خلل يا أما مثلا من يكمل المادة يا أما مثلا العامل النفسي لأن أنا يلعب دور إذا مثلا درس بس 7 ساعات لأ أنه ما أقدر لازم أدرسه هوايا 7 ساعات قليلة لازم 10 بالنسبة الشخص الثاني لا أنه بالقوة يقدر يجبر نفسه ساعتين يدرس بس بهاي الساعتين مثلا هو ينجز ينجز اللي ممكن ينجزه الطالب اللي يدرس خمس ساعات فكل شخص كل شخص إلى حد معين إلى كمية معينة من الدراسة أكثر من عدها ما يقدر أقل من عدها ما يتكفي فلازم هاي تفهمها وهي هاي الغاية أيضا من وجود أسبوع حتى تفهم نفسك وتحط جدول لتدرب نفسك عليه فلما تدرس وتنجز وتنام بوقت معلوم وتقعد بوقت معلوم ولكمية معلومة سواء كانت دراسة أو دوم تنظمت الأشياء الأساسية الأساسية بيومك فأنت يعني الركيز الأساسي الهاجس الأساسي الأول لك كطالب بحياتك الدراسي هو الدراسة فمن تتنظم الدراسة ويكون أنت يعني بطريقة صحية أنه جسمك صحيح دماغك صحيح بحيث أنه قاعد تأخذ المعلومات وتنخزن وتفهمها وتستوعبها كل هذا يعني عامل نفسي مهم جدا رح يأهلك بأنه تلتزم يكون تلتزم بالجدول اللي أنت خليته فدقق على فكرة أنه وضع جدول مناسب إلك يسمح لك بأنه تلتزم مو جدول فلكي مرع شخص قال أنه أنا رح أنام خمس ساعات وأدرس 19 ساعة أنا بصراحة يعني شنو قلت له قلت له أنت لما نطبق هذا النظام بس اتصل بي حتى أشوف أنه أكو شخص على وجه الكرة الأرضية أطبقها حتى يعني نفهم استوعب فعلا أكوهي تشي أكوهي تشي بشر فلا تخلي جدول فلكي وما تلتزم بي ولا تخلي جدول مو كافي بحيث أنه ما يوسطك النتيجة جيدة بعد يعني أشهر فحدد ساعات محددة للنوم وللدراسة وعدة بني الساعات المحددة أنت تكون فري تريد مثلا أنه تروح تشوف فيديوهات تطلع على المادة العلمية اللي أنت درستها تطلع عليها بصغط فيديوهات مثلا تريد مثلا أنه لا أنا أريد ألعب أريد أطلع أريد أروح للجيم أريد مثلا أنه أصور فيديو أريد أنظف غرفتي أريد أخسر ملابسي أريد أسوي الأشياء الحياتية الثانية غير الدراسة فأنت خلي هاي الوقت اللي حددت للدراسة هو الشي اللي تسدد نفسك عليه بحيث أنه خلص أنا سويت اللي عليها اليوم ودرست ثلاث ساعات بعد لا أقلق أنه أنا عدي مود وأكو هاي تراكمات وكذا ما هو طبيعي كله نحن يصير عدم تراكمات مستحيل أكو طالب طب ما عدا تراكمات هاي أخذها قاعدة من هسة إلى آن إلى آن إلى آن أوكي فأ و Ki habit كل الطلاب عندهم تراكمات والتراكمات شي موجود وما رح ياختفي رح يوبغل فأني درست خلاصة للساعات ومع عاد أهتم بشي ثاني بما يخص الدراسة ولا أقلق ولا كل هذا خلاص يعني هذا يكون مثل كرتер الضمان تحس أنه خلاص أنه أنت مرتاح من هاي النقطة وطبعا يوم عن يوم عن وأنشوف أكون إنجاز بحيث انه انت بعد شهر مثلا كل المواد او اغلب المواد خلو نقول اغلب المواد الاساسية انت متابع ويا الكلية بحيث انه شيطيك الدكتور انت تكون مثلا قاري يعني تجي محاضرة مثلا جديدة بعد انت قاري اللي قبلها فخلص انه انت مستقر ونفسيتك راح تستقر وامر كثيرة عندك راح تستقر ومن المؤكد انه اذا ما صار استقرار اكو اضطراب اكيد انه هذا السيستم ما راح يستمر فضروري انه يعني ما تقلق ما تفكر هواية وتمشي التابع يعني بحياتك لتظل عالق بالقلق والتفكير والاضطراب خاف ما لحك خاف ما اعرفش انه خاف هاي لا انه انسى بحيث انه انت تدرس هاي الكم ساعة ثلاث ساعات بعدها افصل بعد هاي الى ثلاث ساعات انت مطالب طب وانت اصلا مطالب انت شي ثاني اي شي تريد هذا الثاني وروح سويه هذا ضروري حتى بتظل يعني عالق اوكي بنفس النقطة و لا تتعب نفسيتك ويتعب دماغك بس بالتفكير والقلق هاي كنصيحة للشخص اللي يعاني من التفكير الكثير والقلق والتوتر من المادة فلا تضغط على نفسك كلش بحيث انه ما تستمر و يعني خلال هذا الاسبوع بعد ان تخلص الاسبوع طبعا انت احدد اكو اشخاص مثل من كيف فيهم اسبوع لا يحتاجوا معشرة يوم نحتاجون المسبوعين انو يدرب نفسه على جدوع المعين يمشي علي آمقو اشخاص لا انو مثلا آميكيج تلاتي يام كلش كافي يعني خلاص اني عروف نفسي حانى اليوم اليوم واني تعرف Kaufعليه نفس اعرف نفسي من زمان خلاص انو ثلاتي يام كلش كافي يومين كلش كافي يوم واحد كلش كافي هذا بعه نشي راجع اليك لازم تفهم الكونسبت لازم تفهم المفهوم الاساسي الفكرة الاساسية انو انت درب نفسك علي جدّو المعين حدده افهم نفسك استوعب نفسك حتى تقدر تمشي عليه حتى ما يكون جدول فلكي بحيث ما تستمر به ولا يكون جدول مكافي بحيث ما يطلع لك النتائج اللي انت تريدها وتعلم دائما قليل مستمر وخير من كثير من قطع مو يوم معين انا ادرس اثناء الساعة واقعد اسبوع وراها الاثناء الساعة انا ما ادرس شي فادرس باليوم يعني ساعتين افضل من هذا اليوم اللي انت درست باثناء الساعة وادى بيك الى عنده الاسبوع كلها اصطلان طلعت من عندها باثناء الساعة فساعتين باليوم افضل من اثناء الساعة بيوم واحد بالاسبوع اما اللي يصير خلال هاي لثلاث ساعات خلال هاي الخمس ساعات خلال هاي العشر ساعات اللي قاد انت تصرفها على الدراسة فتصير هواي احداث وهاي بحد ذاته موضوع يعني كبير بخم هم رح تحدث عنه بعد شوي ولكن على الاقل المفهوم الاساسي خلال هذا الوقت اللي انت قاد تصرفه على الاقل اتعلم شي واضبطه يعني مثلا مانجمنت مال دي كاي اي يعني شخص يجي عنده دي كاي اي شنو اسويه لها بالضبط شنو النقاط اللي اتعامل بيها شون اتعامل بي هذا الشخص اللي يجي عنده دي كاي اي فتعلمتها خلال هاي لثلاث ساعات وضبطتهم مية بالمية وما رح انساها بعد لانه خلاص دارسها مضبوط فخلاص هاي لثلاث ساعات مضبوط انه انت طه لما حققت بيها فتشي بحيث اكون انجاز معين خلاص حسبته فهو هذا المطلوب مو مثلا انت تتجي اللي ثلاث ساعات هاي اه انت مثلا تروح اه تروح شوي من هذا المصدر شوي من هذا المصدر شوي من هاي الماضة شوي من هاي الماضة شوي من هاي الماضة انت ما عندك يعني ماifiquesبه هدف بحيث انه منترف يعني ايجو خلاص تلكلاث ساعات علي شوف انها ثلاث ساعات ورا حاجت اعل午 متقدر تحس iedereen ماكيفه دي شيء ما كيف حاجت شيء واضح وعلى هذا الاساس انصحك بانه تحدد اهداف معينة مثلا انا اليوم بالليل المفروض انام الساعة 12 انا الساعة 12 ونص قاعد احدد اهداف معينة باتر انا عندي المادة الفلانية محتاج انه ادرسلها فهاي المادة الفلانية رح نبقى مثلا 3 ايام كل يوميا ادرس 3 ساعات حتى اضبط هاي المادة افهمها واستوعبها فاحددت هذا الشي من الليل بحيث انت من الليل نايم وقاعد الصبح وبالك يام هاي المادة وعدك خطة انت ش رح تسوي خلال هاي 3 ساعات اما تجي انت ما عندك اي خطة يعني تسويها وتنفذها خلال هاي 3 ساعات ففي الغالب رح اضل متشدد رح هنا رح هنا رح هنا رح هنا رح هنا وخصوصا بالبداية يعني محتمل انه انت بيوم واحد تفشل على يعني تفشل باداء الجدول مالتك او بالنهاية تفقد الامل وتترك الجدول كلها وترجع للحقبة مال عدم تنظيم الوقت والدنياية كلها ماشي على البركة فاحذر من هاي النقطة يعني لابت تتصرف تصرفات خاطئة بحيث اول شي رح تأثر عليها التصرفات الخاطئة هي حالتك النفسية وتأدي الى عدم التزامك بس بالمقابل هاي نقطة مهمة ماكو جدول مية بالمية تقدر تلتزم بيه نقاط كثيرة الحياة متو تركك انه تلتزم مية بالمية بيه فاذا التزمت ثمانين بالمية فكلش كافي كلش كافي خصوصا بالجدول المعقد مثلا طيق مثال انه يعني اكو ايام تمر عليه اريد اصور مثلا على الاقل فاد نص ساعة يعني هذا الفيديو هسا اللي قاد اصوره اساسا بصور يعني قد يعني على الدفعات من كل وقت واحد فاريد اصور فيديو مثلا خلال هاي الساعة حددت ساعة اريد اصور فيديو اجيت اريد اصور لا نفسي تسمح وما قدرت اصور الفيديو فخرجت من هاي الساعة تقريبا اذا مو صفر فيك قاد يعني يكاد يقترب من الصفر فيعني احيانا الحياة احيانا النقاط كثيرة بتتحكم باشياء كثيرة فخلي الانجاز او يخلي الالتزام مو مية بالمية 80 بالمية اذا صار التزام بشكل عام مو بس بهذا اليوم لا بشكل عام اخذها على شهر مثلا خلال هذا الشهر التزامي كان 80 بالمية والجدول اللي خليتها بالنقاط اللي كنت متفق عليها ويا نفسي كاعدت ويا نفسي واتفقنا وتناقشنا بالموضوع ف80 بالمية بشي كلش كافي لا تطمح بشي كلش كبير واذا ما صارت مية بالمية يعني خلاص بعد ما تصر لا هاي الحالة راح تظل بدوامة كل يومية تغير جدول وما تتزم باي جدول مرحبا سورة على طريقة التصوير بس احبيتها غير شوي فهو تحملني شوي احتيلي كلمتين وانروح اختفيه وتتبقى مثل ما انت اوكي ويا ذاك الانسان اللي يلابس بيجي اوكي فتحملني شوي اعني الملاك الاسود المفروض اسا فنقطة حبيت اشير لها بعد اختفيه خياراتك الان تقرر نظم وقتك وتكون حدي بتنضيب الوقت تقرر تقرر المصدر ولا تقرر المحاضرة تقرر تداوم او ما تداوم اكو اشخاص انه ما يداومون هوايا يحب انه يقول انا قد ادروس بالبيت وما اداوم هذا افضل وبرأي يشوف انه هذا افضل وجوز افضل الله عالمين كيسر فاي خيار انت تختاره هو هذا اللي راح يحدد المستقبل عمليا احنا ممكن نشوف المستقبل من الحاضر اللي احنا به مثل ما انه احنا قاعد نعيش الحاضر ونعرف انه اكو للماضي تأثير على الحاضر مثلا انت حضرتك اليوم انت طالب طب انت طالب صيدة او طالب اسنان او طالب علوم او ايا تكون انت الان فانت تعرف ان انت ما كنت طالب طب الا طلعت معدل بالسادس قوي ما كنت طالب صيدة الا الا نفس السبب ما كنت طالب علوم الا لما اندرست ونجحت ابن السادس يلا اجيت كلية العلوم فانت تعرف انه الماضي هو اساس الحاضر الموجود السنة عندك فيعني خلي بالك انه المستقبل اساسه هو الحاضر انت اليوم من تختار تنظم وقتك نظم حياتك خياراتك تكون مدروسة وصحيحة تختار الصعوب ترى على فكرة هاي القناة مو شي سهل ابدا ودراسة بالمصادر مو شي سهل ابدا دراسة من الحاضرات اسهل بهواي متصور مش قد سهلة دراسة بالمصادر صعبة وباعتبار اناني شخص الي يروج دائما للمصادر فدراسة المصادر صعبة ومتعبة وحيانا مزعجة بس انه هو الخيار الصحيح الاصح خلي نقول مو الصحيح الاصح طبعا ضمن ظروف معينة فخيار صعب يعني ادري تنظيم الوقت هم خيار صعب تخيل انه انت تلبس ساعة واتضال انه ان لازم اكل ساعة ثنتين اكمل غدا الساعة ثنتين ونص الساعة ثنتين ونص يحتاج لي خمس دقائق من المطبخ للغرفة طبعا امر على شوية تواكن واصل للغرفة ساعة يعني ثلاثة اللي ربع ان يكون نايم ساعة خمسة اللي ربع طبعا هو اي ادري بس هو واحد صعب ينام وقابل اول ما يجي ينام ينام يعني فاقعد الساعة خمسة اللي ربع اشرب شاي كذا سوي على الامور وابلش ادرس ساعة مثلا ستة بعد ما اكون سويت فاد اشياء معين انه قبل الدراسة والى اخره فساعة ستة لساعة تسة يعني قاعد ادرس ما اسوي اشي ثاني ما افتح المبايل ما اقوم من مكاني ما اقوم ايش غير انه ادرس من الستة للتسعة ومن التسعة اقوم لازم اسوي شغلات معينة لازم اسوي كذا لازم اسوي كذا لازم اسكو هذا كله من جدول معينة صعوب صراحة صعوب مو سهل بس بالتعويض رح يصير سهل ان شاء الله يعني اذا ما صار سهل بالتعويض فعلى الاقل انت تعودت عليه يعني صرت تتحمل قمت تاخذ نتيجة نتائج من هذا الشي فصارت قدرتك ونفس الوقت رغبتك بالثبات على اللي انت بيه اقوى وافضل فبالنهاية خياراتك هي اللي تحدد اللي انت رح تكون عليه بالمستقبل فاعرف تختار صح اعرف تختار صح هذا الشي كلش مهم انه تختار صح ونقطة جدا مهمة دائما فكر اني بعد خمس سنوات شنو اني عبارة عن شنو بعد خمس سنوات اني بعد عشر سنوات عبارة عن شنو بعد عشرين سنة اني عبارة عن شنو بعد خمسين سنة اني عبارة عن شنو شن اريد اكون شنو النظرة اللي تريدها تكون موجودة انك سواء من قبلك انت الان او من قبل اشخاص اخرين بذلك الزمن او بهذا الزمن مو مهم موتفر بس انت خلي فكر يعني فكر انت شنو بعد عشر سنوات بعد خمس سنوات بعد ما تتخرج شون تريد مستواك العلمي مستواك الثقافي مستواك الفكري مستواك الاجتماعي شنو تريد شون تشوف نفسك هذا لازم تسأل نفسك هذا السؤول ولازم تجاوب عليه صح انه اكو اشخاص يقولون انه انت يعني مهما تخطط انه بنهاية ممكن تخطط كذا كلا يكون فاشل والظروف والحياة والواقع والقدر وال اي اوكي بس على الاقل انه اني عندي مقاومة على الاقل انه عندي فكرة على الاقل انه اني قاعد احاول اشوف نفسي وهو من اشوف شون اشوف نفسي هذا السؤول شون اشوف نفسي يعني اش تطمح تصير مش راح تصير اوكي شنو طموحك مو انت ماك واحد متأكد يعني انا اليوم مثلا اطمح اصر نيورو سيرجن مثلا احسر نيورو سيرجن اكيد خلاص صارت ختم صارت نيورو سيرجن لا فهل هو قدر انه قدري اصر نيورو سيرجن لا طموحي راغبتي جزء صار جزء ما صار جزءاني من ذاتي اغير تفكيري الله اعلم جزء الظروف تمنعي جزء بشرة موت فبالنهاية انه هذا كله مسألة المحديد القدر وكذا خليه على جنب هذا كلام اعتقد ما يحتاج اصلا نسول فيه فانت ترفعه الرادي انه هذا على جنب فطمحك انت شنو انت شدري تكون شنو انت اللي حدده الان هو الحاضر مثل ما حدد الحاضر الماضي النصيحة الثالثة هي الطريقة الصحيحة للدراسة وسرع انه النصيحة الثانية اخذت فقط طويل بس كان لازم احجب اللي حاجه فالطريقة الصحيحة للدراسة اكو حكمة شو تقول حكمة كلش لطيفة يقول اسرع طريق للوصول هو الطريق البطيء شون يعني يعني احيان كثيرة ان احنا نستعجل الامور ويعني ريد نمشي بسرعة وريد نصل بسرعة فانصر نتعثر نتعثر وجوز نتأذى وبالنهاية نصل متأخرين بينما لو طريق الهادئ طريق البطيء على كيف نمشي خطوات ثابتة فبالخطوات الثابتة احنا نقدر نعدل انجازات اما الخطوات السريعة فلا انا بالعكس جوز نعدل اضرار نعدل الهفوات اللي قاعدة تصير فالطريقة الصحيحة للدراسة هي الطريقة البطيئة يعني لا تتصور انه انت يعني راح تقدر يعني تدرس بشكل مضبوط وتتعلم طريقة صحيحة بالدراسة وانت بعجلة يعني اليوم لازم يشي ادرس اليوم لازم يشي اساوي اليوم لازم يشي لا اهدى اهدى اكو انا بشخصية بصراحة مرت علي اوقات يعني الصفحة اخذت بها الساعة كاملة كانت صفحة بسيطة يعني اصلا يعني ما بها ما بها ذاك الشي المهم اصلا وحتى اصلا ما ادري اش درست بها الصفحة وقتها يعني اه يعني كانت اخذت ساعة على رغم انك اشي ما فهمت من هذا فاحيانا تحتاج يعني انه تصرف وقت بيعني بهيش شغلات حتى تتعلم تتعلم شون تتعلم فاللي كانت المشكلة بهاي الصفحة انه اساسا اني عندي هواي مفردات هواي حافظ كلمات بس ربط هاي الكلمات بنص بحيث ان افهمهم كنص ما كان سهل كان صعب فكان تركيزي بهاي الصفحة انا قاعد اقرأ انجليش بس مادة علمية يعني يعني عبارة عن لغة انجليزية مادة علمية المادة العلمية نفسها مو كلش قدرت افسرها بس كلغة انجليزية قدرت افسرها بس بصعوبة الصفحة الثانية اخذت وقت اقل صفحة الثالثة شابتر الثاني شابتر الثالث اخذ يعني الفصل فاخذ وقتها اقل فبهالطريقة انه كانت طريقة بطيئة طبعا لازم ادقق على كل كلمة لازم اربطها يصل احيانا لدرجة انه استخدم قواعد اللغة الانجليزية حتى افهم النص مرة مثلا انه عبارة عن عصب عصب اه بينزل يعني احد الكرينيال نيربس ما اذكر كرينيال نيربس يعني العصاب المنطنقة من الدماغ ما اذكر اي عصب بالضبط بس هاي قبل اربع سنوات خمس سنوات هذا الحدي يعني ما اعرف انه يعني ما كنت اعرف اصلا اذا عندنا رايتو ليفت ولا هو بس واحد فبقا هو يعني شلون مفروض اعرف يعني وما كان عندي مثلا يعني هاي المهارات انه اروح الكتب ثانية اشوف اشوف صور ما كان عندي هاي المهارات وبقا وعت قلت هو قايل يعني اكو اس اس الجمع فمن اكو اس الجمع يعني اثنين على الاقل اثنين فخلص اثنين ما معقول يكون ثلاثة يعني لانه الجسم سيمتري يعني اه يعني متناظر فبالغالب يعني وخصوصا موضوع الأعصاب هاي النقطة يعني فخلص انه اثنين اقو فاسهاي الاس طبعا هاي الاس ما كنت رح اشوفه اذا ما كنتم مدقق اقو طالب قبل كم يوم شوي ضحكنا بصراحة اقو شي اسمه ترمبر اقو شي اسمه ترمبلنج هيقول لان كل ما اجي ترمبلنج او ترمبلنج او ترمبلنج اثنين اقراها نفس الشي بحث انه انت انخزن دماغي ترمبلنج و ترمبر هي ترمبر كلمة واحدة فتشيت شفايا بضحك ونفس الوقت انه يعني يضي حكمه انه انت اذا تدقق وتفهم بشكل صحيح يعني راح تقدر تتعلم بشكل صحيح ونقطة مهمة هاي بصراحة يعني انا عندي اصدقائي ينتقدوني على طريقتي المعقدة بالدراسة والبطيئة يقولوا لهم طريقتك بطيئة صح بطيئة بس هاي الطريقة البطيئة اللي انا قاعدة ادرس بيها لما ادرس فتشي بالغالب بالغالب ما راح انسى واذا انا سيتفى من اجي اريد ارجع مرة ثانية ادرسة حيكون كلش بسيط لانه يعني مثل اللي مكون هيكل للمعلومة هيكل للمعلومات هيكل هذا المرض مثلا دايبيتس درسته وتعمقت بي واخذ وقت وتأخرت بي وبطيئ بي بس مع ذلك انه خلص تكونت الهيكلية ما لهذا المرض بعدين من انسى تفاصيل معينة ارجع اريد اراجعها ان الهيكل موجود ورح يبقى موجود الى الابد بس التفاصيل هي اللي ممكن اضيع ارجع بسرعة اقدر يعني اراجعها نفس هذا الشخص اللي اعترض علي انه انت بطيئ بالدراسة بعدين ما راح ينسى الديابيتس يرجع يريدي راجعه راح ياخذ نفس الوقت اللي اخذ باول مرة درس بالديابيتس بينما اني راح اخذ وقت جدا بسيط مقارنة بالوقت اللي هو راح ياخذه ولما انت تتعامل مع الامور بهالطريقة انه اني هاي السنة مثلا السنة الاولى كلها طلعت انه من الميتابولوزم ميتابولوزم اني درسه مضبوط فاهم الميتابولوزم ما للجسم مضبوط اه فهمت اه مثلا التشوز اف ذا بادي مادة التشوز اف ذا بادي اني فاهمها مضبوط وفهمت الحرث ان ديزيز ذني فاهمها مضبوط ذني بعد مني رجع عليك مرة ثانية مني ان عادن عليك مرة ثانية انت ذني مضبط راح ياخذ الموقت اقل بينما بالمقابل مثلا الام جي دي ما مضبط هزين الجل الاكترو فريسز ما فاهمك مية بالمية ترجع عليها تراجع اوكي تمام تقرأ من جديد تقرأ زين تقرأ زين تقرأ زين تمام بس الفكرة انه اني لانه طريقتي بطيئة فقدرت اضبط ثلاث مواد بس مادتين يعني ما قدرت اضبط بشكل مضبوط فذني لثلاث مواد مع ذلك يعني ذني لثلاث مواد درستهن زين بعد مني رجعنين عادن اني حال مشكلتهن وكأنه انت مثلا يعني خلي نقول عندك فدع عدو معين هذا العدو يعني بين فترة والثانية لازم يجي يأذيك او يتحاعش بيك فانت مرة من المرات قررت خلص انه هذا العدو اني رح اجي بكل العدة ما لتي عليها واقضي عليها بحيث هذا بعد خلص اني مؤمن من عنده هذا بعد ما تقوم لقائمة خلص اني نهيته بعد ما افكر بهذا العدو فتروح تجي بكل اسلحتك طبعا اسلحتك و ادارتك اكيد رح تاخذ وقت اكثر مما انه انت مجرد تدفع شر هاي المرة والظل مثل مثل نوتيفكيشن يعني مثل اشعار اللي يجيك بالموبايل او المنبه كل شوية دوس اا يعني غفوة او شو سميها سنيز او سنوز اعتقد يجي اسمها سنوز اكل شوية انه تأجيل 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 فتبقى حلك ممثالي فانت افضل شي شو تسوي انت دوس زا ستوب خلص بعد توقف وارجعنا زا ستوب خلص بعد توقف وارجع نعم ليش اضايك شو يدوس سنوز 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 نعم فدعم نحل الامور بطريقة جيدة مثالية حتى بعد ما ترجع تطهر لك بالمستقبل فهي هاي الطريقة البطئية هاي قصدي بيها يعني بهذا جزء من المحاضرة رح اتكلم عن موضوع الانجليش شون المفروض اتعامل مع الكلمات الانجليزية اللي رح تطلع لجديدة بالنص و رح اتكلم ايضا عن شون المفروض اتعامل مع المحاضرة بعد ما صارت باللغة الانجليزية او اه مع المصدر او اه مع الملزمة محاضرة ملزمة مصدر فصل من المصدر ايا اني اكون انا قاعد اتعامل مع نص بالانجليش شون المفروض اتعامل ويا وشون المفروض اتعامل مع موضوع اللغة الانجليزية اول نقطة قبل لا اتحدث الموضوع الانجليش لازم تخلي بالك نقطة مهمة جدا هي انت بالمادة العلمية مثل انه فيزياء طبية مثل انه مثل مثلا باشر اقبة انه راح تدرس مصادر راح تدرس محاضرات انت مطالب بشنو مطالب بالمادة العلمية مطالب انه تفهم وتستوعب المادة العلمية وتناقش بيها تبتحن بيها تأخذ درجة تنجح تترفع للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة والى اخره فهذا اللي انت مطالب بيه بشكل فعلي هذا هو الهدف الاساسي هاي هي الغاية الاساسية لدراستك فالغاية الاساسية شنو المادة العلمية طيب والانجليش الانجليش مو غاية وانما الانجليش هي عبارة عن عقدة انت قاعد تتعامل وياها حتى بعدين بالمستقبل ما تبقى عقدة تنحل وتروح فالغاية الاساسية شنو الغاية الاساسية فهم هذا النص محفظة فهمة استيعابة كمادة علمية هاي هي الغاية الاساسية فشون احقق هاي الغاية بهالطريق اول شي اجي الجسم عبارة عن عالة اعتقد بالغالب احنا كل احنا نعرف بادي وكل احنا نعرف ماشين شنو معناتها ف فهمت استوعبت ترجمتها الجسم عبارة عن عالة اوكي او الجسم كعالة الجسم كعالة شبيه الجسم كعالة it must have a source of energy يجب ان يملك شنو مصدر للطاقة اعتقد يعني هذا النص سطر تقريبا كل احنا ما عندنا مشكلة بيه من ناحية الانجليش ما عندنا كلمات ما نعرفها بيه طيب فيحتاج شنو يحتاج كطاقة تفسر يحتاج تمشي baby steps baby steps شنو معناتها معناتها خطوات الطفل طفل اول من يتعلم ماشي ياخذ وقت طويل فانت اخذ وقت طويل النص صعب عليك تحس انه تحتاج الترجم او مترجم تفسر انت عمليا body machine have energy source method converting energy داني كل هناك الكلمات تعرفها بس رابطها هو هذا اللي يمكن يعني انا ما قارح why انجليش انت فرابطها بالنسبة لك صعب the body is the body as a machine الجسم كآلة يعني لما اعتبر الجسم آلة فالآلة ش راح تحتاج it must have source of energy يجب ان يكون عندها شنو مصدر للطاقة source مصدر energy طاقة طيب بعدش لازم يكون عندها انا اكو فارزة ذني الامور دقيقة لازم تفكر بيهن فهاي اكو فارزة يعني معناتها اكو تعداد قاعد يعدد بعدش يحتاج الجسم يحتاج method يحتاج شنو يحتاج method method ما اعرفه شنو سوي لها highlight انا بالعادة اخلي highlight باللون هذا اللون يعني من اخلي highlight بهذا اللون يعني معناتها هاي كلمة انجليزية انا ما اعرفها فاتعامل بيها على انه هي كلمة انجليزية مو كمصطلح من اريد مثلا كمصطلح مثلا components كمصطلح اخلي بهذا اللون مثلا اذا مصطلح كلش مهم اخليه بلون اخضر اذا مصطلح اقل اهمية اخليه بلون احمر مثلا او وردي برتقالي بهم يعني فالوان اخرى بس انه كل لون بالنسبة ليه يعني شيء مورور الزمن الصرق تعدى قواعدك الخاصة اللون الاخضر الى معنى اللون الازرق الى معنى اللون الاصفر الى معنى اللون الاوف Europe Later الى معنى كل لون الى معنى فانا نسمع نسبة ليه كلمة انجليزية معرفة جديدة Method فبنسبة ليه هاي كلمة انجليزية جديدة اللون مالتها شنو؟ اللون مالتها ازرق يعني معناتها شنو؟ يعني معناتها انها احفظها احفظها بس مو هسا بعديين كحنا نحجي عن هده الموضوع فاروح شنو؟ اروح العغوells عندي Go فأروح وين؟ أروح لجوجل مثل ما قاعدة تلاحظون هذا عندي جوجل رح أكتب هنا شكتب Method اكتب Method أوكي هي طلعت ترجمتها طريقة تمام طريقة اسلوب منهج نظام طبعا منتقلوا بتشوف انه اكو عندك او مرادفات اواني جوجل اللي اقترح كترجمة ما اقترح غير جوجل ليش؟ لانه جوجل اساسا يعني كموقع وكشركة فالداتابيس مالتها كلش كبيرة يعني قاعدة البيانات مالتها كبيرة فمن تحضر لي بترجم يعني بالغالب انا اتوقع انه اكو هواي مفردات هواي كلمات رحطاني مرادفات الى رحطاني تفسير اعتقل انه هو اساسا كسورس فجيد جدا فهنانا فارتكولر فارتكولر فورم فارتكولر فور اوكي اوكي فور اه اكومبلشنج او او ابروشنج سامثنج اسبشالي اه اه اساسيستيماتيك اساسيستيماتيك او استابلش اه استابلشت ون يعني طاني تعريف للكلمة تخيلوا انه قاموس يبطيك تعريف للكلمة يعني بصراحة انا اعتبر فالشي كبير اه فهنان المهم افهمت طبعا انت ممكن تترجم هاشي كلمة معين من الاجراءات لانجاز شيء ما او الاقتراب منه خاصة منه خاصة منهجيا او ثباتا طبعا ترجمها للعربي بس مع ذلك انه فهمت اوكي فاستوعبت هاي الكلمة شنو معناته اكمل بس استوعبت معناها معناها فهمت حتى اتابع دراستي اتابع قراءتي للنص مو حتى احفظ الكلمة لا انا عسا ما قاعد اتعمل مع حفظ الكلمات انا ما مهتم بصب حفظ الكلمة انا مهتم افهم النص الغاية الاساسية شنو افهم النص اجي يحتاج اميثوت اوكي اوكي اوف كونفيرتن كونفيرتن هم ما اعرفها هايلايت اروح اوكي خليتها كلمة انجليزية كونفيرتن اذا انرجي انتو يوزفول فورمز يعني حتى يحول الطاقة الى نوع من اشكال او شكل من اشكال الطاقة بحيث يقدر يستفاد من عند الجسم فهذا معنى النص بعدش رح يحتاج اند اخير شي من تكون كلمة اند موجودة يعني معناتها اخر شي اه او اف اه يعني يكون عندها طريقة شنو معناتها اهم كلمة انجليزية ما اعرفها ام اخلي لها ايضا بنفس الطريقة اش طلعت عندي طلعت معناتها خلي انترجمها يالله الكلمة الثانية ستترجع disposing اوكي disposing انت خلص من تمام هي اطلعت التخلص ما يحتاج ان اروح التعريف الها ف disposing حتى يتخلص يتخلص من شنو من باي ابدو هو ما اعرفها هي ما عمر علي يا يعني شلون مثلا شا سوي شا تسوي تروح الترجمها بجوجل طيب رح تترجمة ها بجوجل باي برو دكتس دكتس اوكي ثانوية او حسب المنتجات طبعان هي باي برو دكتس منتجات ثانوية ليه يعني الفضلات تمام فاي بروديكتس يعني فضلات او ويست انذا بادي طيب بس هاي فسر هاي عبارة عن سطر ونص اكثر من سطر ونص فهمت استوعب تفسرته صح الطريقة بطيئة صح تشتعل قبل بس بالمستقبل رح تصير اسرع بكثير الطريقة الصحيحة هي الطريقة البطيئة هي خليها قاعدة عندك وانت تكون بطيئة فمو معناتها غلط بالعكس الجزء معناتها صح ما تقول تمام فاااااا فهمت ماذا استوعبت اااا بعدين شنون رح يقول يعني فهمت انه الجسم ليش رح konuş واو افهمت هذا النس كله فهمتها خليت دني كلمات سوت الهن عليك دني كلمات انجليزية جيدة عليا بعدين تعملو bands طيب ااا اذا بادي ا午 بالجسم مصدر الطاقة او بالنسبة للجسم المفروض يعني الانجليش بصراحة يعني مكلش دقيق بهاي الملزمة بس مع ذلك يعني احنا نفهم بالجسم عندنا مصدر الطاقة هو الطعام اللي يناكله إتس بروسست يعني يتم معالجته إتس بروسست يعني يتم معالجته in the digestive system and then combined with O2 in the cells of body to release energy يعني رح يتم هضم الطعام بالجهاز الهضمي بعدين رح يتم دمجة combined يعني يتم دمجة او اتحاده مع الأكسجن حتى شنو حتى نقدر نستخلص من عند الطاقة عمليات التنفس تمام او respiration اللي هي هنا رح تصير معنات التحلل السكري شون صار التحلل السكري وهي دورة كربس اللي اخدتها بالسادس وكذا فهي هو هذا ما هو ناقص ده يعني فهذا أيضا فسرته كلمات انجليزية مرت علي جديدة مثلا شنو روتس مثلا هاي كلمة انجليزية مرت عليها هماتين اخلي له هايلايت ايضا بلون خاص فهذا هايلايت فكملت النص كله افهمت من عنده طلعت بخلاصة شنو هي الخلاصة؟ يابع انه الجسم البشري هو عبارة عن آلة الآلة تحتاج مصدر للطاقة وتحتاجها ماتين طريقة حتى تستخلص من هذا المصدر الطاقة اللي هي تحتاجها وتحولها الى شكل بحيث تستفاد من عنده بعدين كل آلة رح يكون يعني تطلع فضلات هاي الفضلات لازم يكون عندها طريقة هماتين تتخلص من هاي الفضلات وبعدها انه الجسم البشري طاقة مالتها هي الفود الطاقة اللي او الفيول اللي هو عبارة عن يعني مالتنا هو الفود فاحنا هذا الفود رح ناخذه نهضبه بالجهاز الهضمي وبعدين ناخذه من الجهاز التنفس الوكسجين وندمج الوكسجين والفود اللي قاعد ناكله ونهاية نضلها طاقة نشتغل بها على باب الله تمام؟ وهذا الجسم البشري يحتاج انت بعد تاخذ افكار اكثر بعد من هذا يحتاج انه تعب نفسك بالنص اكثر من هذا لا احفظ نصا نجيب هذا نصا وكأنه عندي لتروتشر بالانجليش عبالك عندي الادب الانجليزي عبالك هي مقطوع شعرية احفظ نصا لا كل هذا لا فهمت بس فهمت وعفت خلاص معلومات مو مهمة بس افهمها بس استوعبها واخذ من عندها كلمات انجليزية احفظها حتى استرزقت من عندهم كلمات على باب الله احفظها وبالمستقبل ايضا يساعدني ذني الكلمات على انه افهم نصوص اخرى واني هم على باب الله فهذا كله فهمته استوعبته وما يحتاج بعد اكمل هذا النص ايضا هذا النص افهمه واستوعبه بنفس الطريقة وكل كلمة انجليزية تمر علي احددها اسوي لها هايلايت بالنسبة اذا تقرأ انت بورقة وقلم فعدك هايلايت هماتين تقدر تسوي او خلي جواها خط هاي انتهت تمام ترجمها بجوجل اوكي جوجل بنسبة انه كلش مهم فترجمها بجوجل تفهمها وتستوعبها بجوجل وتكمل النص تقرأ تفهم النص خلصت النص هاي هي الطريقة اللي تتعامل بياها مع الكلمات الانجليزية الجديدة اللي تمر عليك من انت وقعت تقرأ طيب كملت دراسة كملت دراسة ما تكملت معني من الستة للتسعة انا اقرأ كملت دراسة شا سوي بعد ترجع للمحاضرة نفسها عندك انت كلمات انجليزية لازم تحفظها تعمل وياهن يوم بيوم ما اذا قدرت طبعا اذا ما قدرت تخلي رينج انه انت كل يومية تحفظ عشرين كلمة كل يومية انا من الساعة بالدعش للساعة اثماش انا احفظ كم كلمة خلال الساعة او انه انا احفظ بس عشرين كلمة كل يومية حتى لو انا قاعد امشي من طريق البيتة لطريق الكلية حتى لو واني اتش بال يعني فرصة عندي ما بين المحاضرات فا اقعد بس احفظ بهم كلمات عادي نظم مقتك وزع المهام عندك على مدى اليوم اش ما تسوي سوي بس المهم تحفظ الكلمات هواي من الطلاب شي يسوون ويعني عمليا اعتقد انا ماتين جنتي تسوي بالبداية بعدين مرة مرتين اكتشفت ناتش كل يش خلط وتركته ما استمرت علي استغرب انه اكتش طلاب استمروا علي بصراحة لش انت اسوي شنو اجي اقرأ الناس بالنسبة الي انا ما قاعد اقرأ الناس انا قاعد اروح اريد اشوف الكلمات اللي ما اعرفها فاجي مثلا مثلا خلي جواها خط واترجمها واكتب طريقة او اسلوب اجي تحويل تمام هم اقرأ جواها خط واكتب فوقها الترجمة واكمل انا ما قاعد اقرأ النص انا بس قاعد اطلع امر على الكلمات اللي ما اعرفها اخلي جواها خط وترجمها اخلي الترجمة بالعربي فوقها هذا اللي قاعد اسوي واكمل الى ان اخلص المحاضرة خلتلي ساعتين ثلاثة محتمل توصل لمدة ساعتين ثلاثة ساعتين ثلاثة انا قاعد بس بس العب لعبة اللي هي شنو جد الكلمة التي لا تعرفها وضع تحتها خط وروح لجوجل ترجمها ويجيب لي اي كلمة اي جيب لي اي ترجمة جوز حتى ما تتطابق ويننص وخليها وبس هاي اللعبة ممتعة مو كلش فهذا اللي انت سويته مدة ثلاثة ساعات اشخاص يكونوا البطيئين بهالنقطة لين هاي عمليا هاي مو المفروض يسوي هالانسان يعني فيعني ما تكون لطيفة ابدا ومن المفروض تستمر واحد خطأ ممكن يغلط بي بالبداية مره مرتين عادي يعيش يجيشي بس بعدين لازم يستمر على الغلطة فانت بنهاية ترجمت لمدة ثلاثة ساعات بعدين من ترجع تريد تقرأ اوكي تكل شي مترجم بس تتصور ان ان حالت المشكلة لا انت المشكلة بالنسبة لك مو بس بالترجمة انت المشكلة بالنسبة لك بربط النص نفسه وبنقاط معينة وانت اللي سويت هاي انت بالضبط انت اللي سويت هاي الطريقة رح ترجع بنقاط معينة تحس انه النص ما مترابط وترجع الترجم الكلمة مرة ثانية حتى شنو حتى تفسر النص بنقاط معينة تحس نفسك انه انت تحتاج ان ترجع الترجم هاي الكلمة فنقاط معينة يعني انه هاي الطريقة طمالتك انو انت ترجم الوحابرة كلها مو فعالة الفعال شنو انا اقرأ مثل ما هسا قرأت خلي هايلايت وارجع بعدين شنو ادي كلمات انجليزية احفظها اجيب بهذا الوقت اللي انا مخصصها يعني مطلع لي 20 كلمة كل يوم اطلع بوجبة 20 كلمة اجي لهاي ال 20 كلمة ارجع للجوجل مالتي نفسه اه الفضها اوكي لازم الفض الكلمة اللفظ الصحيح وحاول اللفظ الصحيح احاول اللفظ عني يعني هو يلفظه جوجل انا اسمعه بعدين الفضوية مثلان هاي اللفظه الصحيح على ما اعتقده والاقرب للصحيح هو مثل مثلان 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 عنش انتقره هاي روتس بس هي روتس تمام فمثلان يعني انت تلفظ اللفظه الصحيح وتكتب تكتب بايدك تكتب الكلمة حتى ما تنساها فتكتب وتلفظ وتسمع لفظ الصحيح للكلمة اه هاي خلاص تشون اللي تحتاجه بعد تحتاج دفتر هذا الدفتر او ممكن ملف فانش انت فاتح ملف يعني على يعني ملف 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 على يعني هاي الحاسبة مدردها موجودة بعد او لا ما اتذكر بس عموما تشونت ملف يعني اكتب الكلمات الانجليزية الجديدة اللي تمر عليها اللي احفظها مو اللي ما احفظها لا اللي احفظها بس اكتبها بالدفتر او بهذا الجدول حتى شنو حتى اراجعها بالمستقبل لانه حاي خطة مراجعة مو خطة توثيق لا خطة مراجعة فاني من كتبتها بالدفتر هتى ارجاء اراجعها ثاني يوم ثالث يوم كاعد ابني نفسي بالطب كاعد ابني نفسي بالعلم كاعد ابني نفسي بالحياة كل بناء وبنفس النقطة أحيانا أنا ليش خليت هايلايت لأنه يمكن أحتاج أرجع للنص وأربط المعنى اللي فهمتها بعدين من حفظت الكلمة وحده ويا النص فمثلا من أجي تحويل وتحويل تحويل أبعد شنو أكو هواي كلمات ممكن تطلق ترجمتها بعدين تحويل بس شنو الفرق ما بين كل وحدة لها معنى أكيد كل وحدة لها استخدام فهنا تستخدم بالطاقة مثلا بينما من نقول نقل يعني مثلا أنا عندي فلوس أقلها من مكان المكان مثلا تحويل هنا تحويل بالشكل مثلا تحول شكل مثلا مثلا الضفدع يتحول شكله من الدعموس يصير عبارة عن ضفدع ناضج فهي ترانسفورميشن صار له اوكي هنا المورفولوجي ما لتتغير مثلا الار بي سيز اللي هي عبارة عن كرية الدم الحمر صار بها ترانسفورميشن تحول شكلها فصار بها يعني المورفولوجي ما لتتغير فصار ديسمورفك مثلا فهي مروري الزمن خبرة يحفظ كلمات تمر عليها كلمات بأماكن مختلفة تصير عدي خبرة بس هاي الخبرة ما رح تتكون إذا أنت ما تقعد تحفظ كلمة كلمة ترى هي هاي الطريقة الصحيحة ماكو دورات انجلوش رح تفيدك بها الموضوع ماكو أي شخص رح يفيدك بها الموضوع اللي رح يفيدك أنه أنت تقعد تقرأ تقعد تحفظ الكلمات تقعد تستوعبهم تقعد تفهمهم هو هذا اللي رح يفيدك هو هذا اللي رح يبنيك وإي شي ثاني يعني ما أعتقد رح يبنيك الطريقة الصحيحة هي الطريقة البطيئة تمام؟ ودير بالك تهمل المراجعة حكم المادة اللي أنت ممراجعها مادة أنت مقاريها الكلمة اللي أنت ممراجعها كلمة أنت مقاريها ما مر عليك المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة مراجعة شيء أساسي ومهم جدا فمن أقول لك أنه قراءتك بالمراجعة قراءتك الفعلية مو بالبداية أو المتقرأ المحاضرة على قراءتك الفعلية وقت تراجع وهذا مو بس على الكلمات لا هذا خلي يعني عبارة عن قانون عندك خلي عبارة عن قاعدة عندك اذا ما راجع يعني ما قاري هاي نقطة انتهى طيب بالنسبة الموضوع الانجليش فهمنا واستوعبنا ورح نتعامل وياه وفهمنا شنو الاشياء اللي ما لازم نسويها والاشياء اللي لازم نسويها والاشياء اللي لازم نسويها فكل هنفهمناهن اه هسا شنو رح نجي فزيكس أوف رسبارتوري سيستم حنجي الثاني اريد اقرأ المحاضرة شو نقرأها اه هاي عدك محاضرة من ثمان صفحات تمام ثمان صفحات اه شو اسمها هاي العنوان مالتها شو هاي المحاضرة شو اسمها فزيكس أوف رسبارتوري سيستم فيزياء الجهاز التنفسي طيب اخذلك هي تشي بس ناظرة او اخذلك تأمل احبط تأمل خلنا نتأمل فزيكس أوف رسبارتوري سيستم فيزيكس فيزياء انا سبعد ما ترجم يعني ما اروح اغضل احط خطو هاي لايت وكذا موضوع الترجمة خلاص يعني فهمناهن هسا رح احجوك انه انه اني يعني قعد يعني اقرب العربي هسا العربي والانجليزي بالنسبة اليه نفسه ما يفرق ليش لانه هو نفس الطريقة رح تعمل بها انا بالنسبة اليه كنت اتعامل مع المواد العربي بنفس الطريقة ومع المواد الانجليزي حاليا هم اتعامل بنفس الطريقة فهسا عربي وانجليزي مو هذا الفارق الفارق هو ماكو فارق يعني انا قاعد اريد اتعامل مع مادة علمية باي لغة مو مهم طريقتي وحدة طيب فاخذت لحظة التأمل فيزيكس معناتها فيزياء فيزيكس معناتها فيزياء طيب فيزياء الجهاز التنفسي شنو يعني فيزياء الجهاز التنفسي يعني معناتها انه القوانين الفيزيائية الي رح تشتغل على الجهاز التنفسي انت من رح تتأمل وحدك رح تكتشف الموضوع يعني الثاني ما قاعد اقول لك الموضوع يعني ما قاعد ادرسك الثاني لا انت من تتأمل وحدك رح تكتشف الموضوع فيزياء الجهاز التنفسي شو ما معناته اكيد القوانين الفيزيائية الي رح تحكم الجهاز التنفسي قطعا بس انا ليش تأملت طيب اذا انا هي قطعا ليش دا تأمل هاي مفاتيح العقل من تقعد تتأمل دماغك رح يتحضر البعلومات اللي جاية وهماتين من تبلغ شوف انا عندي بنسبة لي اول فقرة اول فقرة هي الفقرة اللي لازم اركز بيها واطيحة وقت جوزء اكثر حتى احضر مخي لاني استلم معلومات اخرى تمام فعملية تحضير انا قاعد احضر هاي مفاتيح العقل التحضير شا تسميها سميها بس انا قاعد احضر مخي حتى يتعلم تمام اجي بعدين طبعا انا بعدني بمسألة تحضير المخ تمام قاعد احضر مخي حتى يتعلم قسا بعد اكو سؤال ممكن تنكتب عنها كتب اكو هواي مواضيع اكو كمية من العلم بهالمجال هواي زين انا هنالا راح اجي شنو احاجي افهم لي كم موضوع تمام كم معلومة انا الفيزكس اف رسبريتيري سيستم اخو ما راح ادرسها انا كلها كلها من البداية لاني هاني كله لا. انا راح ادرستي كم موضوع. مثل ما احياء السادس الخلية. خلية درست الخلية كلها. لو درست مواضيع عن الخلية طبعا درست مواضيع عن الخلية. وان لا الخلية كتبوا ما تكملوها. يعني مواضيع محددة. شيني هاي المواضيع? هاي المواضيع المحددة شيني? هي هاي اللي ريدها. شيني المواضيع المحددة. حتى ان يحضر مخي. ما تتعرفون انه المخ يعني ما يجي بسهولة. يعني تقبالك ان المخ مثلا انت اول متر دراسين يجيك لا. تلازم دستطلاب. ولازم يعني المخ انه يعجبه او ما يعجبه. يعني طبعا لخ. اي شغلات يعني اه يعني المخ يتعامل بها يعني امور ما لشغلة المخ هذا. يعني انت لازم ضروري ضروري جدا انه تدعو المخ. تقدم لطلب. وتسوي تحضير للمخ حتى يجيك. ايش ما يجيك. والمخ يعني يتعامل لأشياء المهمة يعني. اشياء مو مهم ما رح يتعامل معها. فإذا مطت اهمية للمادة براح يجي المخ. ما رح يجيك ابدا. فمن تحسس البخ ان هذا موضوع مهم. يعني قاعد اتعامل مع فتشي مهم. رح يجي المخ. اما اذا تم استهيم بالموضوع فالمخ ما رح يجي. فابلش ان اتعرف على الايتم او الايلاوز. الايلاوز هي معنات المواضيع اللي رح اتعرف عليها خلال هاي المحاضرة او خلال هاي الملزمة او خلال هذا الفصل. فهي عبارة عن المواضيع مال هذا الفصل او مال هاي الملزمة. فاول شي مقدمة. اي كتاب. اي مصدر. اي اي محاضرة. اي فصل. لازم يكون ادي مقدمة. تمام? متعرف نحن على المقدمة اصاقب شوي. بس ادي مقدمة. اول شي مقدمة عندي. بعدها شا عندي? عندي ريس بارتري سيستيم تراكتس. شنو معنات ريس بارتري سيستيم تراكتس. ريس بارتري سيستيم جهاز تنفسي تراكتس. يعني معناته انه الايرويز عبارة عن الممرات الهوائية الموجودة بجهاز التنفسي رح تنقسم الى ابر ولور. ابر يعني علوي. ولور يعني سفلي. فرح تتقسم. رح يقسم. هنا يعني معنات رح يشتغل تشريح. طبام? فهذا الموضوع الثاني فساعدي مقدمة. ريس بارتري سيستيم تراكتس. الموضوع الثالث. يعني نسبة نسبة التنفس الى البر فيوجين. شنو هو? هنا جزء تحتاج جوجل. تحتاج تروح يوتيوب. افهم بارفوجين. هنا انت بفسر فسر المواضيع. روح اكتب بارفوجين على جوجل. اكتب بارفوجين. اه يعني اه باليوتيوب. افهمها رح تطلع عندك انيميشنز. افهمها افهم بارفوجين شو معناتها. وترح ترجع هنا ان تفهمها بس تاخذ فكرة عنها شي كلش لطيف. فتفهم هذا العنوان شنو معناتها. يعني يتكلم عن شنو 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 معناتها. اه اه فهاي تروح تفهمها. اه بعد شنو اللي تسوي. اه الرابع غاز اكسجنج. عملية الدبادل الغازي. الغازي. اوكي نفس الشي. الغازي. عملية الدبادل الغازي. غاز اكسجنج بروسس. اوكي. هذا الموضوع الرابع اللي رح فهمه. الموضوع الخامس. اوان الموضوع الخامس? فيزياء التنفس. شنو يصر التنفس? يعني اكو قوانين فيزيائية رح تحكم. انه شنو اللي يخلي الهو يطلع. شنو يخلي الهو يطب. اوكي? فاكو قوانين فيزيائية. طيب. اه بعد الموضوع السادس اعتقد والاخير اللي هي الفاكترس افكتنج بريثنج بروسس. فاكترس افكتنج بريثنج بروسس. يعني اكو عوامل تأثر على عملية التنفس. شنو هاي العوامل? ورح تتعرف عليها خلها هذا الموضوع. فهنان انا انا فسرت. اعرفت انه العناوين المواضية انا اش رح ادرس. ما يمنع انه تقلب يتي تقلب سريع مثلا انت مو بس المواضيع الفرعية مثلا شنو معنات تاخذ فكرة ككلمة انجليزية شنو معناتها? اوكي? يعني التزام يعني مطاوعة يعني احنا من نقول مثلا معناتها ملتزم بالدوة معلتها يعني ما ملتزم بالدوة معلتها مثلا. تروح الترجمة. رح تطلع لك الشد السطحي. احنا ما اخذين الشد السطحي. الشد السطحي. شد الصفحي. اوكي. الشد السطحي ما اخذيه بالفيزياء الصف الرابع. الفصل يا فصل. اعتقد ثالث. اي. ليش اتذكرها هيتي? لانه قاريها وقت هزين. عموما اه شفتوا الشغلات اللي تقرها هزين تبقى تتذكرها. تعرفون بالنسبة لي يعني الرابع اعدادي قبل كم سنة? اعتقد ملايق يعني هو عملي انا نسع عمري 25 سنة. فمنش انت 15 سنة. يعني تقرر 15-16 قبل 9 سنوات. نقول عشرة لانه يعني عن قريب اصر 26. طيب. فـ airway resistance مثلا عادي انه يعني عادي تتعرف عليها آرة resistance. airways يعني معناة الممرات الهوائية. resistance مقاومة. فهنانا شعورنا هزينة يحتي عن الازمة والانفيزي ما. انفيزي ما اعتقد ما موجوده هنا هنة بس ازمة. تمام. فرح يعني راح يتعرف على هاي الامور فانت تقلب الملزمة. طبعا ما راح تاخذ وقتها على فكرة يعني وهذا جزء من دراستك أنت ما قاعد تدرسه هذا جزء من دراستك فقلبوا تفهمت هذا الموضوع اجي للإنترو دكشن قرأت هذه كلها ما شفت بها معلومة مهمة يعني خلاص كلمات ففهمناها قبل شوية واستوعبنا الموضوع وفات شي بسيط وما يحتاج طيب وقت أكثر بعد شنو اجيت هنا شنو هي الفونكشن سمال لنج تمام اول شي ادي هاي شنو هي الحفاظ على البي اتش بالدم ثابة تتزاهم بالحفاظ على البي اتش انتاج الصوت حتى هسان قاعد احجي يعني الرأة مالتي هي اللي قاعد تشتغل قاعد تدفع الهواء وبالنهاية قاعد يصير عندي صوت حماية تحمي هماتين اداء حماية ووظيفة حماية. تنظم الحرارة تساهم بتنظيم درجة الحرارة. و توازن السوال. اه فذني اه يعني ذني اله الوظائف مال الريه. تمام. فترجع تراجع بشكل سريع. انترو دكشن. اشت درست يعني بانترو دكشن. درست اه فد معلومات معينة اه بكل احنا نعرف بس اندك مثلا هنا بالنسبة لك المعلومة مهمة. هذه مو معلومة مهمة. بس اني افترض ان خلالا ستعمل علي معلومة مهمة. فتقرأ هذا وظيفته اني اعتبرها مثل التلخيص فاني الاخس اني شخصيا بصراحة ما اقعد الخص يعني أدت دفتر ولا هاد ألخص به كذا نا. اني الهين الاخس عندي هو التلخيص. او من المعلومة مثلا انساها ارجع للمصدر نفسها اقراها بالمصدر نفسها يعني حتى للمصدر يكون مية صفحة يعني ارجع اطلع المعلومة من هاي المية صفحة لانه من خال هاي لايت من المسوي هاي لايت ومنهي يجدارس بهالطريقة يعني راح يكون عندي سهل جدا انو وصل المعلومة من خلال المصدر بشكل مباشر فا يعني بها الطريقات عمل طيب اه فهاي يمسوي لا هاي لايت فهم اراجع هذه المعلومة احيانا انا سويها هاي لايت على كلمة واحدة كلمة واحدة اسوي لها هاي لايت هاي الكلمة ممكن هي تكون اهم كلمة بكل هذا النص وهي بس اللي اول ما اجريد اراجع النص كله اللي ممكن تكون صفحة كاملة بس اراجع هاي الكلمة ابعو عليها استذكرة اعتبر هي الشيء المهم من كل هاي الصفحة وافسر الكلمة وكون طبعا هاي الكلمة مرتبطة بموضوع اكيد مهيج كلمة فضائية بس فسرتها وخلص انتهن بعد ما افكر يعني بأمور أخرى بس هاي. آآ يعني الصفحة كلها بالنسبة لها راح تبقى بس الموضوع المرتبط بهاي الكلمة او هاي الكلمة. آآ بعد هاي جيت هنانا دني بسوي لها اني هاي العيد كلها. ليش دني عبارة عن وضائف الرأي فدني احفظها واراجعها. دني مهمات يجن ممكن ينقول لك يعني بالغالب يعني اعتقد بالغالب راح تيجي لانه تعدك خمسين سؤال على يعني الفيزياء الطبية فبالغالب راح يجيب لك هاي الاشياء. آآ شنية وضائف او عدد اثنين من وضائف الرأي ممكن يجيبها فراغات. فذني مهمات يعني ممكن يجيب. آآ بعد انتقلت للموضوع الثاني. ايضا اعرفت ان اكو ابر رسبارتر تراكت. ممكن بهاي النقطة تحتاج تروح مثلا آآ يعني فيديو يفسر لك انه بشكل سريع. تروح للفيديوهات السريعة. هنا ما تحتاجه يديوهات عميقة. يديوهات سريعة. فبس يفسر لك انه رسبارتري سيستم بس تاخذ فكرة انه من شونه متكون. آآ او ممكن تروح مثلا مصدر مصدر من المصادر الموجودة على هاي قناة. آآ مجرد انه شوف صور عن رسبارتري سيستم. آآ بعدها آآ تروح هماتين هذا كله تقرأ. اوكي توصل لهنانا وصلت لهنانا. كل ما تأدي موضوعين راجع الموضوعين راجع لي قبل كله. فترجع هنا وصلت لهنانا. هذا اللي انت وصلت له. صفحة ثنين. ترجع اتراجع صفحة واحد تبلش من صفحة واحد من البداية. انا شخذت انا اجداء ادرس. تمام. شون يعني يعني. يعني كل هاي الامور اللي فهمتها قبل شوية عن المحاضرة من قلوت بيها. طيب شدرا ستاني لحد الاندرس. شبيه الانترو داكشين بها بس هاي المعلومة المهمة. هيا بس اني للمفرودة ركز عليها. وبهذا اني الكم معلومة اللي هي وظائف الرأة. تمام خلاص. راجعنا السريع راجعتم. آآ رسبارتري سيستم تراكت. هذا شنو وهذا عبارة عن كأه. طيب شنو موجود بي مهم انه مقسمة أبر ولوار رسبارتري تراكت. آآ آآ تمام. ابر ولوار رسبارتري تراكت. آآ خلص فهمتها. الأول في الله يشتو اعتبر ولوار رسبارتري تراكت بيحط طريقة. سكيب يعني كملت. هذا شنو معنات هنا. سؤال جاوب عليه. انت جاوب عليه شن شان يتم يعني التفاعل. شنو التفاعل اللي يصير ما بين البلد واللنج. فتجاوب عليه. يعني انت طبعا تكون قريت وفهمت وستوعبت. وسويت هايلايت مثلا هنا. هاي سويت لها هايلايت. فانت هذا السؤال تجاوب عليه. جاوب عليه شن جاوب عليه. احفظ نصا. لا ما عدنا حفظ نصا احنا. ماكو حفظ نص. انت اللي تسوي هذا. جاوب عليه. انت بلغتك الخاصة. انت مو اليوم تدرس انجليش. انت المفروض انه ما خذت تسعة وتسعين بالانجليش. لونية. فالمفروض انه انت تعرف وتعبر ولو شوية بالانجليش. وخلال الدراسة رح تصير عندك قدرة المتعبر. يعني ما متوقع ما متوقع منك شيء الكبير. رح يتم التوقع منك شيء الكبير من تدرس محاضراتك الآن. فااااااا. yaani اهو نعني تفسر باسلوبك. طبعا اهن انا ما عنصحك ان رجائك وتروح تفسر بالانجليش لا عادي بالعربي ما مشكلة بس استخدم مصطلحات بلانجليزي. يعني انت بنتراجع بينك وبين نفسك بنتقرأ بينك وبين نفسك. احتي بالعربي عادي بس استخدم مصطلحات او كلمات يجد ما تستخدم كلمات ومصطلحات انجليزية كل ما عودت نفسك على المصطلحات والكلمات الانجليزية فراجعت السرية بعدين رجعت هم قرأتها كلها قرأت هذا كلها الثاني ووصلت لهنان الموضوع الخامس هماتين تتوقف وتراجع اللي قبل مراجعة دقيقة مو مراجعة هي تي شون ما كان لا مراجعة دقيقة المراجعة هي أساس أني أراجع أثناء ما أدرس كل موضوع أقرأ أراجع كملت قرأت الموضوع الوراء أراجعه مثليناتهم بها الطريقة أنا شخصيا بها الطريقة أقرأ وأفسر وأدقق على كل كلمة لأنه من أقرأ يجي وبعدين هم أراجع ملزم كلها راجع هدفة وحدة ترسخ المعلومة بالنسبة إليها بالغالب يعني إذا جيت هريد أقرأها وقت الامتحان أقلوبها خلال خمس دقائق بس فبها الطريقة أقرأ أقرأها مرة واحدة أراجعها مرة واحدة كلش كافي يعني بها الطريقة كلش كافي ما يحتاج أقعد مثلا أنا بوقت الامتحان هم ماتينة أقعد أطلع الملازم وقلوب الدينية وأقرأها من جديد وكان أنا مقاريحة قبل وليسؤلون التشدد ليش دايصر بسبب هذا الشي أنت تقراها مرة واحدة وتعوفها ومن تقراها ما تقراها بتركيز عالي طبعا يصر تشدد طيب Physics of Breathing Ventilation هماتين تقراها وهم بنفس الطريقة تقراها بدقة وتفسرها وبعدين ترجع هماتين تراجعها تراجع اللي قبلها وتراجعها هماتين وهكذا وتكمل وتستمر إلى أن خلص خلصت هاي الملزمة من خلصت هاي الملزمة شو تسوي سديت هذا بيت الملزمة تروح رست سوي رست تروح مثلا تاكل تروح تشرب تروح تريد تنام خلاص أنا كشي ما أريد أسوي اليوم خلاص خلصت المحاضرة دراحنا روح نام تقعد الصبح تجي بعد يومين تجي بعد يوم شو تسوي هاي المحاضرة مو تروح للمحاضرة X-ray لا ترجع المحاضرة Respiratory System تراجعها مراجعة دقيقة بس سريعة ومن تراجع وكأنه راح تشرح الشخص تراجع مراجعة دقيقة وبكل التفاصيل بس شنو أكيد راح تصير سريع أخوة متى تراجع التقاريها مثلا ثلاث ساعات وترجع تراجعها مثلا ساعة لا هواية نص ساعة كلش كافي وترح تتعود مره الزمن أنه كل ما تتقدم يعني بالدراسة كل ما قل الوقت اللي تحتاج بالدراسة وقل الوقت اللي تحتاج بالمراجعة وزادت قدرتك على الحفظ على الفهم على الاستيعاب كل هذا يزدد بس هسه بطء 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 مو مشكلة طريقة الصحيحة هي الطريقة البطيئة أخلي لافتاني بالقناة تمام هاي كلها فهمتها يعني عالجت الموضوع قاعد الثاني يوم راجعت هاي الملزمة خلاص أنا أنت سويت اللي عليك ملزمة أنت ممراجعها و ملزمه أنت مقاريها مادها أنت ممراجعها وurryها كلمة أنت ممراجعها وكلمة أنت مقاريها أوكي طمم ثمام أدرس الكلمات الإنجليزية أحفظها وأستوعبها بطريقة منفصلة طريقة شنو؟ طريقة منفصلة وهي الطريقة المفصلة حتى أطور نفسي للمستقبل بعد من يمر علي ناص يكون قدرتي أكثر على تفسيرها وما أحتاج أترجمه هاي هاي هي غاية يعني دراستي للإنجليش ولا تترك الإنجليش إنجليش ما تتركه تقرأ لازم تقرأ وتحفظ لازم خلي رنجلي يوميا أني أحفظ 10 كلمات 10 كلمات وتستمر عليها يعني عاشت إيدك 20 كلمة وتستمر عليها عاشت إيدك تخليلي بين فترة والثانية بالأسبوع مرة بالعشرتيام مرة تقعد تسوي لك قاعدة تحفظ بها 100 كلمة وبعدين ترجع تنساها لا بصراحة ما عاشت إيدك لأنه ما رح تصل اللي تريد في يوميا تحفظ كلمات وتراجع كلمات لازم يتم مراجعة وتراجعها أكثر من المعلومات اللي يعني أكثر من الملزمة نفسها لأنه الملزمة بالعادة ما رح تراجعها مرة واحدة كلش كافية ما رح تنساها بس كلمات الإنجليزية تنساها فلازم تقعد دائما هذا الدفتر ماتك إنت مقرأت اليوم 20 كلمة وحفظتهم باتر ترجع تحفظ 20 كلمة أكبر ترجع تحفظ 20 كلمة بعدها ترجع تحفظ 20 كلمة كل يوميا كل يوميا مني تريد تجي تقرأ كلمات جديدة تراجع اللي يقابلها مثلا الكلمة اللي مراجعة اللي يقاريها انت قبل ثلاثة أيام وصلك هاي ثالث مرة تراجعها خلص بعد ما يحتاج تراجعها بس مثلا انه شهر مر عليها شهر هاي الكلمة وتمم راجعها ارجع راجعها مثلا بالشهر مرة بالسبوع مرة بها الطريقة مرور الزمن بعد ما تحتاج تراجعها كلمات القديمة بعد ما يحتاج تراجعها خلص انت تتعدت بس يعني هو أنت تبقى حافظها مثلا ما رح تنساها من كثر ما راجعتها بعد ما تنساها فتوفر وقت لكلمات جديدة ومراجعة كلمات جديدة بها الطريقة يعني آخر شي رح أطرق إلى حتى أكون يعني الديتي اللي علي تجاهكم اوكي يلا خلق راها ميد لينجوال بوينتس شم معنات هالكلام يعني الآن اريد اروح ميد لينجوال بوينتس اروح اترجمها بجوجل ما رح تطلع ادي اي تفسير منطقي لها آآ يعني ميديكلافيكولر بلينز ايضا ما رح يطلع بالنسبة لي اي تفسير منطقي لها اعتبرها كلمة انجليزية هي مو كلمة انجليزية هي مصطلح فشنو اللي يسوي هو اصلا هو اصلا المصدر هو انفسر الكيه فهو قاعد يقول لك انه الميديكلافيكولر بلينز هو عبارة عن شنو هو عبارة عن بلين هو عبارة عن مستوي او خط يمر من منتصف عظمة ترقوة وينزل الى منتصف المسافة ما بين الى يعني او مو منتصفة اه الى الليجامنت اللي هو لينجونا الليجامنت اللي هو عبارة عن الليجامنت موجود بمكان معين فهو نفسرك اياها اصلا هو بطيك التفسير لقد ما يحتاج تروح تترجمها حتى تفسرها هو العدل هو المصدر شنو شغلته والمحابرة شنو شغلته مثلا مرت عليك ازمة تروح تريد الترجم لي ازمة شنو معناتها اوكي سترجمها ممكن تطلع عرب ومثلا عدنا احنا الامراض مثلا اسال ايليو سيستم كلوبوس اريثرماتوسيز هذا مثلا معروف يعني المرضى يعرفوا انه يعني مرضى الذئب الحمراء مثلا فهاي مرور الزمن انت رح تتعرف عليهم بعديا انه من يشرح عن الدكتور مثلا المرضى من يوجوك زملائك انت تطلع عليهم فرح تتعرف على معناهم بالعربي بس هنا مثلا ذني مصطلحات لاتينية مصطلحات انجليزية مصطلحات طبية مصطلحات تشريحية ذني يعني انت ما يحتاج الترجم مثلا منسكس شنو منسكس منسكس عبارة عن غروف موجود بالركبة أعرف معناه بالعربي لا بس أعرف أفسره أعرف هو شنو بالضبط أعرف أفسره وأعرف هو شنو بالضبط يعني حفظه من المسكس حفظه كمصطلح فما أروح أترجم المصطلحات المصطلحات ما تترجم بالجوغل المصطلحات هو المصدر كفيل أو المحاضرة كفيلة بأنه تفهمك عليها مثلا اليوم يوم اليوم يوم شنو هاي بالضبط هاي عبارة عن بناين تومر بناين تومر شنو معناته معناته عبارة عن ورم حميد موجود بالستامك بالمعدة اسمه اليوم أيومه حسنا لو رح أترجم اليوم أيومه بالجوجل ما رح يطلع لي إياها أنه هي مثل ما هساني قلتها بس بالمحاضرة أني قاريها هيج فاهمها هيج مستعبها هيج في المحاضرة كفيلة بأنه تفسر لي اليوم أيومه بس أنا شخصيا أروح أكتب اليوم أيومه بالجوجل بس حتى ألفظها اللفظ بس يوقف عني عندي دوز مثلا لفظي مصحيح عليها فأشوف جوجل يلفظها بس كلافظ اليوم أيومه بعد شنو هذني المصطلحات متتعامل ويهن ككلمات انجليزية حتى تحفظها بعدين لا تتعامل ويهن بنفس الوقت تجي اليوم أيومه تكتبها اليوم أيومه تحفظها بنفس الوقت اللي انت قاعد تدرس بالمادة العلمية مالتك لأنها هي مادة علمية مو إنجليش هذا حتى تتعامل بيها بوقت مفصل لا مادة علمية فتقراها وتحفظها وتستوعبها وتفهمها كمعلومة كمصطلح لأنه ترح تستخدمها بالمستقبل فهي بنسبيلك مهمة أما الكلمات الإنجليزية فأتى من البداية أساسا مأجلهن الوقت خاص تتعامل بيها بطريقة خاصة النصيحة الرابعة لا تضخم الأمور كلش على نفسك ما مستاهلة كلش هذا التضخيم أخذ الأمور ببساطة بهداوة قاعدة درس طب أي وذا طب يعني ما أنت بعدك يعني أنت أساسا على فكرة مرحلة أولى طب الكوفة ما فارقة كلش وهواية عن علوم يعني أعتبرها أقرب للعلوم منها إلى الطب صراحة يعني فما فارقة كلش فأخذ الأمور بهداوة أكو طالب يعني زميلي كان سوى تخرج أعتقد مرحلة سادسة أو تخرج خلاص يعني لو مرحلة ستلا تخرج مرة شفتها يعني كنت أنا يعني هستاني متخرجة من السادس ويعني بعدني أصلا ما ملتحق بأي كلية قضيت سنة بالبيت وقتها فتنت أشوفه وتنتنتواصل فيجي يلا عبد الرحمن أنه أنا ما عندي وقت ما عندي وقت عندي هواي مصادر ما أساسا أنا المادة ملتشتية ما أدري إحنا كلنا ندوس على الانترنت كلنا ندور يعني صور لي طب الكوفا على أنه هو أهرب 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 بس الكلام اللي قلت بداية الفيديو ف الصراحة يعني بصراحة أنا لما أحد يقول لي هيتش يعني على سنوات طويلة حتى منتنت أنه بالمدرسة السادس صعب السادس كذا من يقول لي هيتش ما يصار عدي ردة فعل عكسية أقول تشذب أه تشذب كلاوات هاي تجي ماكو ذوله بس أنه من دخله هاي المرحلة ودخله هاي التجربة فما عرفوا شون يدورون الأمور وإلا فلا هذا شي محقيقي هاي ما عرف ردة فعل هاي ش طبيعية بنسبة لي فضوعت له قلت أنه هو ليه شتي خابص نفسه وهو موهيج أكيد أنا متأكد أنه موهيج ماكو شي اسبع كلية طب ما تطقي المادة أو ما تعرف ش تسويه بحيث أنه تظل هذا ما تدري شتون تدوس ما تعرف وين تروحه لا هذا أنت اللي مضخمها على نفسك هي بالحقيقة موهيج فخليها بالبالك هي بالحقيقة موهيج أنت اللي مضخمها على نفسك فهونها على نفسك هونها تهون كبرها تكبر موهيج أكو مثل فلا تعمل من الحبة كبة لأنه هي حبة بعدك وهمة حتى لو كانت كبيرة فأنت من تاخذها على أنه هي كبيرة وضخمة أكبر من عندك ما رح تقدر يعني تجاريها لما تعتبرها أنه هي صغيرة بنقاط معينة بصراحة يعني بنقاط معينة أنه المفروض تستهين شوية نقاط معينة حتى تقدر يعني تأخذ الأمور بشكل صحيح بس أنت من تستهين أنت صلب يعني مثل اللي يسمح للمشاكل تيجي بس هو عارف حلولها فهو مستهين بها لما قاعد تيجي مطيها لصلاحية أنه تيجي بس هو عنده يعني حلولها ومثل الطبيب اللي يطي مثلا فالدواء معين يعرف نتاجه يعرف الأعراض الثانوية يعني الأضرار الثانوية لهذا العلاج هو عارف شنه هي الأضرار الثانوية لهذا العلاج بس هو عنده الطريقة اللي يقدر يعالج بها العراض الثانوية بحيث أحيانا يطون دوة حتى يعالج مرض ويطون دوة حتى يعالج المشاكل اللي سواها الدوة الأول فهونها تفون النصيحة الخامسة هي بالحقيقة نصائح تتعلق بالامتحان الأساس هو أنه تدرس وتتعلم ما هو الأساس المتمتحن ويجيب درجة فخلي الأساس من البداية من بداية دخولك من بداية دخولك من بداية دخولك من بسكريت طب الأي شيء الأي كلية هو أنه تتعلم مو تمتحن الامتحان عبارة عن تحصيل حاصل نتيجتك بالامتحان المفروض تكون عبارة عن تحصيل حاصل مو شيء أساسي يعني قاعد تدرس حتى امتحن لا تقاعد تدرس حتى تتعلم خلي هذا الكنسيبت هذا أصلا أصلا رح يساعدك أكثر على أنه تجيب درجة جيدة أكثر من أنه أنت تهتم من البداية بس شون تجي الأسئلة شون الامتحان شغل عليها هاي المادة هاي المفاهيم خليها يعني تنتهي وقت ما انتهت المدرسة عندك من جيلة الكلية بعد ذلك نتفكر بيها وبأوقات الامجحانات من تكون انتجت خلاص أنه قاعد تمتحن لضوة كلش أنه تمام نكمل المادة لأنه الغالبية العظمى من الطلاب يكملون المادة وأنا ما أحد منهم ما أكمل المادة كلها أحيانا كثيرة أنه هواي تفاصيل ما أقدر أغطيها طبعا أغطي الأغلبية بس أكو تفاصيل معينة ما أقدر أغطيها فما أكمل المادة فطبيعي أنه أنت تكون أكون لقات معينة أنت ما دارسها بعدين تدرسها مثلا أني عندي خلي نقول أربع مواضيع أربع مواد خلال هذا السمستر ذني الأربع مواد بطب الكوفة كلها رح تبتحن بهم بامتحان واحد فأنت من تكون دارس ثلاث مواد ومضبطها تماما فأنت دارس 75% من المادة تمام باقي 25% ما قدرت تضبطها 100% أو ما قدرت تدرسها أصلا فإن شاء الله بوقت ثاني رح تنظم وقتك أكثر ورح تقدر تدرسها ورح تقدر تعالجها المشكلة فوقت تجي للامتحان لا تقول لش تحمل على نفسك وتتعذب وإلى آخره لأنه تم أكمل المادة بحيث يصير أدرك ردة تفعل أنه أنا أريد أرسب تمام حتى أقرأ هاي المادة لعيني إنجاح وبعدين عود تدرس صر لي شاطر بعدين وراء الامتحان مقابل أن الامتحان تصير لي شاطر وتريد تأجله كاي من أن تروح للمتحان روح واحد قاعد يحارب قاعد يقاتل واحد قاعد يريد يضي كل ما عنده بحيث أنا أعتبر أنه أنت دراستك فأنت منجز 50% من المشروع بامتحانك أدائك وقت الامتحان أنت منجز 50% اللي باقية لأنه وببساطة المعلومات وين موجودة بمخك أنت داخل المعلومات بمخك شون راح تطلع المعلومات من مخك إذا خفت فهوائي من هاي المعلومات راحت إذا قلت ثقتك بنفسك فأيضا هوائي من عندها راحت إذا ما عرفت شون ترتب المعلومة بمخك صحيح بحيث تطرح ها أيضا هوائي من المعلومات اللي بمخك إذا مفهمت السؤال بالضبط شي ريد رح تجاوبه شي ثاني فبالنهاية أن المعلومات الموجودة بمخك هم صارت عديمة الفائدة فأداءك وقت الامتحان هو يعني بكفة ودراستك اللي قبل بكفة ثانية بحيث أنه هاي كفة وهاي كفة خمسين بخمسين أنا بخصية بصراحة إذا ما كانت بالنسبة إليه خمسين بخمسين فتقترب يعني اقترب النسب متقاربة حتى لو يعني ستين باربعين فنسب متقاربة فأنت وقت الامتحان هذا إدارة بحد ذاته لازم ندير الامتحان بحد ذاته ومتأكد أنه أنتو كطلاب طب حاليا بالسادس أكيد أشتو هذا الشي وأكيد تعرفون أنه وقت الارتباك وقت الخوف وقت الاضطراب وقت عدم الفهم السؤال بالضبط شنو هو أكيد أنه المعلومات المخك بالنسبة إليك حتى تحل هذا السؤال صارت بلا فائدة وحتى لو كان عندك رب المعلومات أنت عندك كم مادة عندك المفروض أربع مواد أنت قاري مادة ونص مادة مضبطها ونص مادة قاريها نصحة يعني نضبط نصحة وماتة بقى يعني منقدر نسميك دارسة لأنه أخف يعني بصراحة نظلم اللي دارسي مثلا تكون هيت مضاك فمع ذلك روح امتحن ولا تستسلم أذا رسبت أوكي دور ثاني يعني ما أسوأ ما قد يحدث تكون دور ثاني أوكي بس أنت تكون بسوي اللي عليك مثلا بعد ما عندك شي ثاني تقدر تسوي فروح امتحن روح يعني روح بكل ما عندك من قوة لا تستسلم لا تتراجع أوكي لا تتراجع روح بكل ما عندك من قوة هذا هو يعني المفروض تسوي ما المفروض تتراجع وتخاف أوكي أنا ما دارس أوكي يعني قلت لك أنه يعني ما راح تروح للمتحان وانت دارس كل المادة ومضبطها يكاد يكون مستحيل فمن تروح للمتحان يعني روح بعزم وبيهمة وروح بالنسبة لك أنه أنا رايح حتى أنجح وإذا ما ننجحت فأكون عرفة الخلل مالتي وين أنت إذا ما طيت من نفسك يعني الكمية الكافية من الجهد ومن الاستعداد للمتحان بغض النظر عن المادة أنت مستعد رايح تريد تمتحن أريد أنجح إذا ما خليت نفسك بهالأجواء ويعني طيت هاي الأفكار ورسختها بمخك وقت أنت قاعد تروح تمتحن فما راح تقدر تعرف الخلل مالتك وين وصدقني وقت الامتحان يعني أنت قاعد تتعلم هماتين فالامتحان هو جزء من تعليمك أنت وقد تمتحن أنت قاعد تتعلم فهاي يخليها ببالك الامتحان هو جزء من دراستك بحيث أنه أنت قاعد تتعلم شي جديد أيضا بالامتحان حال حال وقت الدراسة اللي كان قدك خلال السمستر النصيحة الخامسة أعتقد وصلنا هذا الواقع اللي أنت قاعد تتعيشه هاي طب الكوفة العراق أنت حاليا هسا أنت بأي وضع كان سواء كان عاجبك أو ما عاجبك هذا هو النوات هاي هي النوات محاضرتك اللي قاعد تدرسها المساعدة اللي قاعد تصرفها هي هاي النوات يومك شان قاعد يقضي تنظيمك للوقت جدولك كل هذا كله كله نوات طب بالكوفة أنت إذا تريد تتعلم فأكو وسيلة حتى تتعلم أكو برأيي أنه موجود عندك كل الوسائل اللي تحتاجها حتى تتعلم متصرفة شي واو فالشي ممكن يوسطك للعلالي فالأساسيات متوفرة وموجودة تمام و لا تسأم لا تسأم من الوضع أن الوضع معقد الوضع صعب و الوضع ما عاجبني أنه ياريت لو كنت بأمريكا ياريت لو كنت ببريطانيا ياريت لو خلينا على كوكب الأرضعوف لهذه الأمور الفلكية عيش الواقعك عيش هذا اللي أنت به هذا اللي أنت به هو نوات إذا درست مضبوط واستوعبت الأمور ومشيت صحيح فمستقبلاً راح يكون أكيد ما الشيء مضبوط وصحيح فهو هذا النوات هي هاي البذرة اللي أنت قاعد تزرعها اشتزرع؟ بطر تحصد فاسأل نفسك يعني بينك وبين نفسك اسأل نفسك أنا شريد بالمستقبل شنو اللي أريد بالمستقبل شنو اللي أريد أصيرة شون أشوف نفسي بعد 10 سنوات بعد 20 سنة بعد 50 سنة أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا بالفارت ما للدنيا جزء ما للدنيا فإحنا المفروض نشتغل على أنه إحنا نكون عندنا مخططات ونشوف نفسنا مثلاً أنا مثلاً شخصياً دائماً أفكر أنا بعد 3 سنوات بعد ما أتخرج شون مفروض يكون وضع القناة وضعي آني دراستي حالياً خلال هاي السنة أنا من أريد أتخرج من مرحلة رابعة شون أريد أشوف نفسي شون اللي أريد أشوفها بنفسي فخال التصور وعلى أساس هذا التصور قاعد أشتغل لأنه هذا الشغل اللي قاعد أشتغله هسه هو نوات للي أريده إذا كان شغله هسه تعبان واقع بعدها رح يكون تعبان ما تقبل غلط فيها معادلة رياضية خلص مور هي إيتش فشون تريد تكون بالمستقبل هذا نواته رأويني شطرتك هسه وخلال سنوات الدراسة هاي الستة موتك خلي شي الأساسي عندك هي الدراسة أنه أنت جاي هنون أنت أساساً داخل هاي القناة وداخل هاي الكلية مو مهم أنه طب الكوفة أو غير طب الكوفة المهم أنه أنت داخل كلية أين تكون حتى لو كلية فنون جميلة أنت داخل شتري تسوي أريد أتعلم الفنون الجميلة أريد أتعلم الطب أريد أتعلم الهندسة فخلي الشي الأساسي عندك هو ضمان سير دراستك ضمان سير عملية التعلم عندك أي شي ثاني يعتبر ثانوي بالنسبة لك بهاي الكلية بس بالنسبة لها بحياتك أنت شنو عندك شي الأولوية ألمنة بحياتك وشنو وشنو الشي الأساسي بحياتك هذا موضوع بينك وبين نفسك بس أنت بهاي الكلية دخولك إلى هاي الكلية المفروض يكون الشي الأساسي هي دراستك العلاقات الاجتماعية العلاقات العاطفية العلاقات الصداقة إلى أخرية كل هاي الأشياء ما المفروض اتعطلك عند دراستك أصدقائك المفروض يدعمك ويدفعك حتى تدرس وحتى تتقدم أو otherwise يعني إذا ما كانوا هي شي فبالغالب أنه ذول يا أما أصدقاء كاذبين يا مجرد زملاء أو منافسين فلا تخلي شي يعطلك لأنه بعدين بعدين ما اللي راح يدوم شنو سواء لهم هؤلاء الأشخاص اللي أنت قاعد تطيهم هاي الأهمية وأي أهمية تطيهم إياه بحيث أنه أهمية أكثر من دراستك تصل أحيانا فذول ما راح يدومون اللي راح يدوم شنو دراستك أنت أنت نفسك يعني شغلك دراستك هذا هو اللي راح يدوم فتمسك باللي راح يدوم واللي راح يزول وهذا ما يعني أنت المفروض تغلق على نفسك وما تصنع أصدقاء وما تصنع علاقات حتى لو كانت علاقات زملاء حتى لو كانت علاقات تنافس لا ما المفروض تغلق على نفسك لازم يكون عندك أصدقاء لازم يكون عندك معرفة عادي عيش الحياة عيش الحياة بكل تفاصيلها أنه تنغلق على نفسك هذا هم ممكن أيضا يؤثر سلبا على دراستك بحيث أنه يكون تروح وتجي للكلية عبارة عن جسد بل أروح فلا تسويه لا أنه تعرف على ناس حبهم اليوم يحبوك يعني عيش العيش الواقع العيش الحياة الاجتماعية مثل ما هي عادي بس الأولوية الشنو؟ أولوية لدراستك واللي رح يحبك رح يهتم بدراستك مثل ما يعني يهتم بيك فاللي رح يحبك رح يهتم لإهتمامك تمام؟ ونقطة مهمة يعني طالما حسين بهذا الموضوع لا تندفع كلش بالبداية أنت فاهم عن شنو هذا حتي وأني فاهمت أش فهمت لا تندفع كلش بالبداية أنت صحيح يعني ما شاء الله عليك أنه تعرف المجتمع وتعرف الناس وصلك هواي بهم ما شاء الله عليك يعني بس ما ذلك أنه لا تندفع ماكو داعي للإندفاع هذا الأمور بهداوة لا تثق بالناس كلش بالبداية لا شوية 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 إحدى يعني إحدى وبعدين أنه أكو ناس هواي رح يتغيرون أكو ناس هواي أنه كانوا أساساً فيك بتشيضة بغب يعني محققي أه يعني لا تندفع كلش لأنه هاي النقطة لأنه ليش داعتي عنها لأنه إلها تأثير على الدراسة يعني بعدياً خيبات الأمل بالحياة بشكل عام أحياناً تتجمع كلها تطلع لك دفعة واحدة سواء كانت بالدراسة ولا بالعلاقات الاجتماعية ولا بأي جانب من جوانب الحياة كلها تتجمع وتطلع دفعة واحدة يجي كلها دفعة واحدة يعني حاولة تقلل كمية المشاكل وكمية الأخطاء اللي تسويها خلال مسيرتك الدراسية وركز على دراستك أصنع علاقات لطيفة بس لا تتعمق كلش تأنى أوكي تأنى الطريق السليم هو الطريق البطيء وآخر نصيحة الكل رح يكون عنده تراكمات ماك واحد ما رح يكون عنده تراكمات كل إحنا عدنا تراكمات وأغي شخصياً لو رجع بي الزمان ورجعت للمرحلة الأولى فرح أقرأ أكثر مما قرأت ورح أهتم أكثر مما هتميت هذا الشي رح يعني هاي هالسا الكلمة اللي قلتها كل اللي واعي على نفسه وواعي على حياته رح يقولك إياها فلو رجع بين الزمان رح نسوي أكثر من اللي سوينا هاي حقيقة بس بعد المستقبل قدامنا وبعدنا قاعد نشتغلات يعني يعني مو كلش سيء الوضع لا أكيد مو كلش سيء فإن شاء الله يعني أنه رح نسوي أكثر من اللي ما قدرنا نسويه بس يعني لو مجع فينا الزمن فعلا أنه رح نسوي أكثر ليش؟ يعني هسه هسه هاني من المستقبل بالنسبة لك فهسه يعني قاعد أشوف أنه لو كنت مثلا بالمرحلة الأولى مثلا مثلا كملت لبينكوت كله درست كله لبينكوت كان رح يكون أفضل وكذلك بالمرحلة الثانية لو كنت درست الفيزيولوجي كله أيضا كان رح يكون أفضل الفيز وان لو كنت درست الفيزيولوجي كله بشكل عام أيضا رح يكون أفضل لو كنت درست الاي سي جي كله أيضا رح يكون أفضل فهاء الحقيقة لو رجع بين الزمن رح نسوي أكثر طيب وهسه رح ننتقل إلى فقرات الأسئلة أكو عدد من الأسئلة أعتقد أنه هاي الأسئلة مهمة فأعتقد أنها رح تقطع أغلب الأسئلة اللي ممكن تخطر ببالك كيف أحل مشكلة اللغة الإنجليزية؟ قبل شوية حتي أنا عن مشكلة اللغة الإنجليزية فاللغة الإنجليزية ببساطة تحلها أنه لما تحفظ عدد أكبر من الكلمات وتقرأ عدد أكبر من النصوص رح تنحل عندك مشكلة اللغة الإنجليزية مو تروح تتخلي دورات باللغة الإنجليزية أو تروح أنه خلي أشوف أفلام أكثر هذا ما لا علاقة الكونسبت هو واحد يعني مشكلتي باللغة الإنجليزية ما عندي مفردات أحتاج مفردات أحتاج أحفظ كلمات وماكو شي رح يخليك تحفظ كلمات غير أنه تجيب ورقة القلم وتتعامل مع الأمور بطريقة يعني هي هاي الطريقة تجيب ورقة القلم وتحفظ وتراجع الكلمات وماكو غيرها ولازم تسويه شي شي إذا ما تعاملت مع موضوع اللغة بشكل سيريوس يعني رح تبقى دائما عقبة عندك تأخذها من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية ومن الثانية للثالثة ومن الثالثة للرابعة وهكذا تبقى عايشة وياك فالطريقة المثلة حتى تتعامل مع مشكلة اللغة الإنجليزية وتحفظ مفردات سمبل وأكو يعني فيديو على عامين الشاشة رح تقدر من خلاله أنه تفهم إذا تحتاج تفاصيل أكثر عن موضوع اللغة الإنجليزية فتقدرت رح تشوف الفيديو وفيديو طويل ولا حد ما كان عفوي بشكل كبير هارو شوفه هل تنفعنا الدورات بشكل عام؟ ولا دورات الإنجليز بشكل خاص؟ يعني بدورات مثلا واحد يروح يدخل دورات حتى يقوي نفسها دورات بالطب مثل ما اعتادتون وأحد يدرسكم بالعدادية بالسادس بنفس الكونسبت نفس المفهوم أحد يدرسكم يعني وأنتو طلها بطب ندخل دورات الأولى هذا يعتمد يعتمد على شونه؟ الدورة نفسها أنا مارد واحد يأخذني دورة يعني يطيني نفس المادة مالتي بالضبط سبون فيدينغ يعني أنه أنا قاعد وهو يطيني معلومات أنا أحفظها رح أمتحني بيها أنا مارد أنا شخصيا ما أحب واحد يدرسني بهذه الطريقة أحب واحد يطيني في الأشياء ما موجودة بالكتب والمصادر ما موجودة بالمحاضرات شيني هاي الأشياء بالضبط؟ خبرة مرة كان لدينا مفرزة مفرزة طبية اللي هي عبارة عن شون المفرزة طبية؟ يعني عبارة عن مكان يجون مرضى يتي من شباك مفتوح يجون مرضى يريدون علاجات معينة يطينيهم يا مسكينات يا مثلا أنه مضادات حيوية طبعا باعتبار أنه طلاب طب وطبعا مو آني بشكل أساسي كي طلاب المرحلة السادسة وعلى رأسهم أكو أطباء يعني أكو أطباء اختصاص يعني موجودين بالمفرزة مو هيد شيء يعني اعتباطا فبهاي المفرزة مر علينا شخص يعني لأنه الأطباء الاختصاص يعني أطباء على مستوى النجف يعني يعني درسونا هم بالجامعة يعني أسادثتنا بالجامعة فأحد أصدقاء ذول الأساتذة عبارة عن أستاذ من الإمارات ورئيس جمعية شي شي يعني متأكد بالضبط رئيس جمعية الانتنسف كير يعني يعني هاي العناية المشددة يعني هو فتشي بيها خلي نقول يلا فتشي طاق بيها تسميها يلا فهذا الطانع محاضرة وقتها يعني المفرزة يعني ما كان بيها بس أنه آآ مو بس يعني مرضى يجوا نصوف لهم دوع وشي من هذا لا أنه آآ آآ مهما تينشان يعني ناخذ محاضرات بيها يدرسون الأساتذة مثلا إنه يجي مريض أنه مريض يكون مثلا آآ حالته يعني مثيرة للاهتمام يعني ياخذوا لا يسي جي ياخذوا لا إيكو إلى آخره ويعني فحوصات ويدرسون عليه يدرسون على هذا المريض فهي كانت عبارة بالنسبة إني يعني كطلاب طيب عبارة عن أحد مصادر المعلومات هاي المفرزة ويسا لما نرجع يعني أتذكر وعنسها مرحلة رابعة شنتفقتها مرحلة يعني تخرجت من مرحلة ثالثة فما سنعدي مثل المعلومات مثل ما هسا عندي فأتمنى لو ترجع تنادي هاي المفرز حتى تتعلم بعد أكثر لأنه كل ما تعلمت أكثر كل ما كان عندك قدرة على أنه تتعلم بعد أكثر فعموما بطانة دورة يعني هذا الشخص كان يعني قال إنه شقدوا تعرفون من الانتنسيف كيرج شقدت تعتقدون أنه أنتو تعرفون واحد جوابه 50% طبيب متخرج مقيم دورة يعني قاعد يعني يمارس محنت الطبية قال له 50% شخص الثاني قال له نطع نسبة عالة مثلا نحن كطلاب قلنا له 25% كطالب قال له 10% وسقال قال أنتو كلكم تعرفون 100% كلكم تعرفون 100% استغربنا يعني شون 100% قال كلها عبارة عن أشياء أساسية إحنا بالانتنسيف كير رح نحافظ على الوظائف الحيوي للجسم شون نحافظ عليها؟ أكو عبارة عن يعني مفاهيم أساسية نتعامل بيها وطبعا وقتها صورت الفيديو مقالت أو الفيديو موجود عندي يعني يعني نتعامل مع مفاهيم أساسية هذه المفاهيم الأساسية هي اللي يعني كلكم تعرفوها وكلكم رح يظلون دائما تشتغلون بيها بس مجرد أن يكون عدكم طريقة بالتفكير صحيحة حيوصلكم للنتيجة اللي يعني المطلوبة من عدكم حتى تنقضون هذا المريض فهنا أنا مثلا يشترع من الدورات أنه شخص يعني عده خبرة يطيك الخبرة مالته يعني أغلبنا أكيد أننا اللي قاعدين مثلا آني شخصيا ما أعتقد أنه عندي 100% بس هو هذا الشخص يعتقد أنه آني عندي 100% مجرد أنه أعرفو شون أستخدم المعلومات اللي عندي هي هاي المهارة اللي رح أحصل عليها لما أصرب مكانه مثلا طبعا أكيد رح أتعلم أكثر بس بشكل أساسي أنه هي الفكرة أنه لما يجي هيتش شخص كون عنده خبرة ويطيك الخبرة مالته وهذا اللي أنت تريده مثلا شخص أنه مجرد يقرأ لك المحاضرة ويفسر الكياه يترجم الكياه لأنه أنت مثلا ما بيك حال تترجمها أو ما بيك حال تقراها فهذا ما قاعد يطيك شي جديد هذا بنقاط ما أنه يمكن يضيع وقتك ونقطة أنت إذا ظلت دائما تعتمد على شخص يطيك المعلومة بحياتك برح تعرف أن تروح تجيب المعلومة فالدورات يعني سيف ذو حدين ممكن تفيدك ممكن ما تفيدك فالدورة اللي تدخلها ويكون أكو شخص اختصاص وشخص ذو خبرة بحيث يطيك خبرة خبرة سنوات وبالعادة ذولة مثلا ما رح يدرسوك لمدة أشهر يعني يوم يومين ماكسيما يعني ما رح يطيك يعني جوز سبوع إذا كل شيء يعني إلا إذا دورات مال يعني بعد التخرج تروح تدرس دورات فهذا غير شيء بس حاليا أنه أنت عندك مادة تقراها يجي الشخص يقريك هاي المادة مالتك ما أحبذها بصراحة ما أحبذها أحبذ أنه أنت تقرأ المادة مالتك حتى تتعلم أنت تعلم نفسك أما هنا أنت تروح واحد يعلمك فرح تبقى دائما معتمد عليه فبهالحالة فقدت مهارة القدرة على تعلم شيء جديد دائما رح تبقى معتمد على غيرك يعلمك أما دورات الإنجليش الدورات اللي رح تقويك باللغة الإنجليزية فهي بالحقيقة ما رح تسويفت شيء كبير لأنه حتى تتقوي باللغة الإنجليزية حتى تزاعدك بدراستك بكلية الطب هو لازم تقرأ واحد تحفظ فوكابس أكثر اللي هي مفردات أكثر تقرأ النصوص أكثر يصار عندك خبرة أكثر بقراءة التنصوص وتفسيرها وترجمتها بشكل دقيق هذا اللي رح يطورك باللغة الإنجليزية اللي تحتاجها حتى تدرس أما دورات اللغة الإنجليزية ما رح تركز لك على هاي الأمور لأنه هاي مجهود شخصي يعني ما رح تنفعك بشيء دورات الإنجليزية رح تنفعك لما انت مثلا تريد تتحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة فتلاقي هناك أشخاص يتحدثون إياك وطبعا بصراحة يعني بالغالب ما رح تكون كمية كافية لأنه يكون مثلا بالصف عشرين شخص حتى لو كان عشرين شخص يعتبر عدد قليل فهم ما رح يكفي ما رح تاخذ كمية كافية من أنه أنت يعني تتكلم مع شخص هو مثلا ملم باللغة الإنجليزية ويعني مثلا يصحح لك أو شيء هتتقوي نفسك يعني talking listening مثلا عندك الأفلام الإنجليزية اللي تستمع يعني عدك الأفلام الإنجليزية كلش كافية أو الفلام الأجنبية الإنجليزية بشكل أساسي والأمريكية اللي أنا خاف أحد يدقق طيب بعش مثلا writing انت من تكتب وتمن تقرأ هواية وتحفظ كلماته هواية already رح يصير عندك يعني تقدر تكتب فباختصار شديد لا تفكر بدورات اللغة الإنجليزية أبدا هاتك ياهم للأخير لا تفكر بدورات اللغة الإنجليزية فكر بأنه تقرأ أنت مجهود شخصي أنت تقرأ وتكتب تحفظ هو هذا المطلوب هو هذا اللي رح يطورك ويخليك تقدر تقرأ يعني كمواد طبية بكفاءة أعلى وبسرعة أعلى ما كن دور رح تطيق هذا الشي كطالب مرحلة أولى أحتاج المصادر؟ أحتاج أدرس مصادر؟ الجواب على هذا السؤال إلى حد ما هو نفس الجواب هو نفسه يحتاج لجواب تخيلي أنت مرح تقدر يعني تستغني تماماً عن المصادر بكلية الطب يعني إذا مثل عن التفكير كناني مارد مصادر ومصادر صعبة وضخمة وتحتاج وقت طويل فأستغني عن المصادر أكو فعلياً طلابه هواية ما يلزم المصدر يقرأ منها غلاف للغلاف لا يروح فقط للأشياء اللي يحتاجها أو بالعادة أنه يترك يحاول يترك النصوص طويلة يروح للجداول أكوه وعدنا جداول بالمصادر فيروح للجداول هي هاي اللي يريدها وأكو مصادر عندي مصدر خلي أجي بوجيه فهذا المصدر هذا نسميه Pathoma Fundamentals of Pathology Pathoma.com طبعاً هذا اللي يمسويه شخص عربي هو مصدر كل إنجليزي بس هو اللي يمسويه شخص عربي بس عايشة أعتقد بريطانيا أو شيهيتا وبروفيسورة بريطانيا عموماً هذا المصدر شنو الميزة اللي يبيه طبعاً ما أعرف ذاك عشوفه ولا لا هذا المصدر اعتقد كلش كافيه الكاميرا اعتقد صورته عموماً هذا المصدر شنو الميزة اللي يبيه مختصر كلش يطيق فقط التفاصيل المختصر 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 بحث تقريباً بس يعرف لك الدزيز أيهو المرض ويصنف الكياء هو شي كلش لطيف بصراحة يعني يعني شوفو أنا ما أشتري إلا المصادر المهمة كلش أشتري هي نسخة أرقية إلا شيء المهم كلش طالما نشوف وعدي نسخة أرقية هذا المصدر مختصر كلش فبالغالب الأشخاص يعني اللي ما يحبون يقرونه هواية يردون شيء مختصر يروحون الهيتشي مصدر أولى أشخاص اللي ماعدهم قد يروحون الهيتشي مصدر أولى أشخاص اللي ماعدهم متحان يردون بس يفهمون مثلاً فالتفاصيلة صغيرة ويروح يكمل دراسته فيجي المصدر حتى يفهم فقط هاي التفاصيلة فيستخدم هذا النوع من المصادر فكمرحلة أولى ما أعتقد أنه حاجتك للمصادر كبيرة بالغالب ما رح تحتاجها تقدر أنه أنت تقدر من أنا إلى أن تتخرج مرحلة سادسة تعتمد على المحاضرات بس ما تروح للمصادر تنجح أي تنجح تنجح وجوز طلع معدل أوكي ولكن تفهم هذا أنا السؤال اللي رح سألك إيه أنت رح تقدر تفهم كل شيء من المحاضرة رأيي لا تحتاج المصادر وشنو حاجتنا إحنا للمصادر كطلع طب طالما أكو محاضرات وأكو خبرة دكاترة شنو حاجتنا للمصادر المصادر عبارة عن يعني هي مصادر من اسمها الكتب المراجع الطبية عبارة على المصادر مفتوحة للمعلومات الطبية ما محدودة بحدود معينة الشي تريد موجود تريد تدرس عن أي شيء بالطب موجود عليها مصادر مقالات طبية طبعا هم تعتبر مصادر اللي هي تروح يعني للبوبمد مقالات طبية تدرس عن في شيء معين يجيب عليك أسئلة معينة تريد تجاوب عليها أيضا موجود كثير فحاجتك إلها لأنه اللي عندك المحاضرات ما تكفي حتى تتفهم مثلا نقاط معينة مثلا نحن وقتها سرح تجون بالمرحلة الثانية دعونا نأخذها على المرحلة الأولى بالمرحلة الأولى الجيل شنو هو بالضبط شنو التكنيكس التي نستخدمها حتى نشخص مرض معين فبنقات معينة أنا لم أفهمتها دع جيت أروح للمصدر حتى أفهمها لم أكنت كافية غير يحفظ وخلاص امتحن ومش الحال بس هل هو فهمه تماما لا استوعبه تماما لا أنا بصراحة يعني قلت أنه أريد أروح أفهمه وأستوعبه فرحت للمصادر الثانية فهمته ورجعت بس فحاجتك للمصادر أحيانا تكون هيج أحيانا مثلا نحن لدينا الفارما الفارما اللي هي علم الأقاقير وعلم الأدوية طب الكوفة إلى حد ما قليل يعني نظام شوية ما مطيها حقها كفارما فأنت شو تسوي تروح تشوف لك كتاب مثلا بن كود تقرأ بي تروح تشوف مثلا كتب ثانية هماتين تقرأ بيها حتى تسد هذا النقص فأنت لا عندك محاضرات دكاترو يطوك محاضرات بكمية كافية ولا عندك حتى محاضرات تقراها بكمية كافية فبهاي الحالة حتى تحل مشكلتك بالفارما تروح مصادر يعني ما عندك حال ثاني مثلا فالمصادر ما تقدر تستغني عنها تمام؟ فالمصادر بشكل عام بكلية الطب هو مصدر مثل عبارة عن نهر جاري من المعلومات أنت يمكن أن تقدر تعتمد بنقات معينة على المخزون اللي عندك من المياه بس وين ما أكو نهر جاري وين ما أكون تعدك مي بيوم من الأيام رح يخلص وما رح يكفيك للأبد يعني فضروري تعرف الدرب لهذا النهر من يروحوا له ضروري تعرف الدرب إليه وضروري تتعرف على أنه شلون الطرق اللي تقدر تاخد من عندها مي من هذا النهر فهي نصيح الأساسي اللي يقدمك إياها فكطالب طب مرحلة أولى لا أنت ما تحتاج المصادر بشكل أساسي بس أخذلك ولو مصدر واحد اتعرف من خلاله على المصادر ولو قلب بس بالمصادر وإن شاء الله قريبا إن شاء الله رح أنشر قناة على التليجرام يكون بها عدداً من المصادر المصادر الأساسي اللي رح تحتاجها ويا كل مصدر يعني فويس يوضح هذا المصدر شنه أهميته ووظيفته وشنه نستخدمه وتنزل هاي المصادر وقلب بيهن أخذ أفكار عنهن استوعب أنه أنت شوكت لازم تروح لهاي المصادر هذا اللي لازم تسويه كمرحلة أولى فالمرحلة الأولى هي المرحلة اللي لازم تاخد بها هواي مهارات ووحدة من عدهن هي وحدة من هاي المهارات تتعرف على المصادر وتعرف الشوكت لازم تروح للمصدر فوحدة من هاي المهارات تتعرف على المصادر وتعرف الشوكت لازم تروح للمصدر السؤال كيف أتعامل مع اليوتيوب تتعامل مع اليوتيوب أوكي يستدى المفروض تتعامل مع اليوتيوب اللي هو يعني أعتقد أنه وحدة منها هاي القنوات اللي راح تتعامل وياها هي قناتي اليوتيوب هو يعني واقع بين نقطين لا هو دورات أنا حتيت عن الدورات لا هو دورات حتى تتتعامل بيها كدورات ولا هو مصادر هو واقع بالنص تمام؟ بس أنا شخصياً أعتبر اليوتيوب عبارة عن مصدر أنا شخصياً أعتبر عبارة عن مصدر لأنه أنا ما ملتزم بي مثلاً كدورة ملتزم بي بشكل يومي أشوفه إلا في حالة قناتي لأنني ما أشوف قناتي فأتكلم عن نفسي يعني فما ملتزم بي كدورة وقد أحتاج شيء بحال حال المصدر مثلاً آخر شيء الأسالي اللي هو عبارة عن سيستيمي كلوبس أرثرماتوسس يعني ما ردت أروح المصدر وأبقى أقرسين وسمتوم وكده وهوية رحت فيديو عبارة عن فيديو كان دعج دقيقة حضرت فيديو لشخص أمريكي وقناتها كانت كلش لطيفة وغيرت منعدها كلش فهاي القناة كانت كلش لطيفة والطاني الشي اللي أريده الطاني الزبدة وخلص ولازم أتعلم من عنده أن أسوي فيديوهات قصيرة إن شاء الله بالمستقبل فهذا الشخص مثلاً طاني معلومة بالنسبة لي أعتبره مصدر فاليوتيوب بنقاط معينة هو مصدر مصدر للمعلومة حال حال المصادر حال حال الكتب تروح لأنت حتى تأخذ من عنده فالأشياء أحياناً ما موجودة يعني بالكتب نقاط معينة يعني مثلاً صور مترتبة ويعني مختصرة كلش هذا ما راح تلاقيه بالكتب بها الصيغة فهو مصدر وأحياناً ممكن يكون دورة يعني مثلاً دورة الأبرلم اللي موجودة كورس الأبرلم اللي موجود على هذا القناة به ويتف أصيل وبنقاط معينة أنه أنا معتبره مصدر يعني أتعامل ويا أنا مجرد قاعد أفسر المصدر فإتى لما تروح لأ تروح حتى تفهم شي معين فهو مصدر وحتى نقسم الكياه بطريقة معينة بحيث أنه أنت تروح فقط على المعلومة التي تريدها تأخذها وتروح فاليوتيوب بنسبة لي عبارة عن مصدر هل الجوجل يعتبر مصدر موثوق للمعلومات؟ هو جوجل عبارة عن شنو؟ عبارة عن أنه شك واحدة عنده معلومة ينشرها جوجل يروح يجيب لك المعلومة اللي نشرها هذا الشخص ويجيب لك اسم الناشر ومنه نشرها وإلى آخره الناشر نفسه موثوق لو ما موثوق مثلا إذا بحثت عن مدسكيب بالجوجل ممكن يجيب لك معلومات من وينكيبيديا ممكن يجيب لك معلومات من مدسكيب ممكن يجيب لك معلومات من موقن من بوب مد مذ فجوجل هو ببساطة عبارة عن موصيد يوح يجيب لك معلومات من شخص آخر أو من مكان آخر فهل هذا المكان الآخر موثوق او لا؟ فبرأيي أنه لا تبحث بالجوجل بشكل مباشر لأنه عمليا بحثت بشغلات ليتها مموثوقة يما تكون قديمة كلش أو تكون مثلا جديدة كلش بحيث أن المصادر بعدها لم أخذتها وأني مسؤول عن المصادر اللي أدي حاليا بعد أكون شغلات معينة لحد الآن مثلا يعني بعضهم يعني ما موثقيها كلش بعد أكو جدل عليها فأنت بحال الحالة يعني من أن تروح تأخذ معلومة من مصدر مثل جوجل أو مصادر أخرى جوجل يجيب لكيها لأنه جوجل وصيدة بهالحالة فهذا يعتمد على المتازم كوندك خبرة بحيث تتميزي هالمعلومة الصحية هالمعلومة المصحيحة فبنهاية ما نصحك أبدا أنه تعتمد على جوجل أعتمد على كتبك لأنه هي كتبك بشكل أساسي بها هواي معلومات وإن شاء الله يعني بس تنشر هاي القناة رح تصير تعرف اللواني تروح المصادر اللي تستخدمها وشو كنت تستخدمها وليش تستخدمها وشون تستخدمها كل هاي الأسئلة رح تجاوب عليها هاي القناة أوكي فسيو يعني بديت القناة كم ساعة يجب أن أدرس كم ساعة المفروض أدرس هذا يعتمد على أنه أنتج قد تريد تطي من نفسك ويعتمد على أنه أنتج قد قادر تطي من نفسك ويعتمد على أنه أنتج قد تحتاج تطي وقت مثلاً كطالب طب مرحلة رابعة يعتمد على البلوك اللي قاعد أدرسه مثلاً البلوك الاندو ما أحتاج من عندي كمية كبيرة من الدراسة مقارنة ببلوك الجي اي تي أعتقد أنه رح يحتاج وقت أكثر فهذا يعتمد على المادة التي قاعد تأخذها مثلاً يعني سنة أولى مثلاً ما تحتاج وقت هواية كلش أغلب وقتك رح يضيء بأنه شون تدرس ترجمة حفظ الكلمات وقت هواية رح يروح على ذنيه بينما مثلاً ما تروح مرحلة ثانية فوقت رح يروح على المادة العلمية نفسها مرحلة ثالثة كذلك المادة العلمية نفسها مرحلة رابعة رح تحتاج تشتغل على مهاراتك أكثر من معلوماتك فهذا يعتمد كم ساعة تدرس هذا يعتمد على وضعك أنت شنو أنت شقد تقدر تطي وشقد تحتاج فكل هاي تعتمد وبناقشة هذا الشي فقررت تنظيم الوقت أي مادة أهم من باقي المواد؟ المادة اللي تكون كلوش مهم بحتاز مهتم بيها هذا يعتمد برأيي شخصياً صراحة بالغالب المادة الأصعب هي الأهم بالغالب مثلاً وقت رحت المرحلة الثانية السمستر الثاني بالنسبة لي كان للجي اي تي اللي هو عملياً مو جي اي تي هو دايجيستف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي كان أهم مادة بالسمستر الرابع اسفور فكان أهم مادة فتعاملت وياه أول شي وطيتها وقت جداً طويل مقارنة بباقي المواد اعتبرت كلوش مهم فأهميته اي جدي من صعوبته ومن كذافته بينما مثلاً بالسمستر الثاني اللي انتو بيه حالي اللي انتو مرحلة اولى سمستر الثاني فأهم مادة برأيي هي الميتابوليزم ليش؟ لأنه مهم جداً وإلها تأثير على المستقبل وإلى حد ما من أكثر المواد اللي حبيتها بالسمستر الثاني تشيوز أفضبادي رح ترجع تنعاد يعني الأنسجة رح ترجع تنعاد مرة ثانية فما أحس أبداً انه لها تأثير كبير مثلاً انه الام جي دي تأثيرها فقط الجل الالكتروفوريسيز التكنيكس الوراثة مثلاً تفهم نقاط معينة بالوراثة عدى ذلك يعني ما رح تحتاجها بالمستقبل الهياث او ديزيز رح تحتاجها الهياث او ديزيز ان فوبيوليشن رح تحتاجها فتعتبر مادة مهمة فعملياً لو أردت ألخص أقول هاو ديزيز ان فوبيوليشن وميتابوليزم هنا أهم المعاد بالسمستر الثاني بس مو معناته انه بزاً يتدرسه وتترك البقية لا وكلها المفروضة تدرسه لأنه كلها إلى تأثير ما وضع إلا لغاية أخذ الغاية وترك الباقي كيف اتعامل مع السمال الجروب طبعاً احنا وقتها من كنا نتعمل مع السمال الجروب تننتعمل بطريقة حقيرة شوية يعني كان المفروض نتعامل أفضل من هذا بس بشكل عام تستفيدوا من أخطاء الماضين المفروض تدرس المحاضرة حتى تروح دارس تروح مدارس ما رح تستفاد حتى تتناقش بينك وبين زميلك تصير نقاش يعني انتوا راحين تدرسون مدة هاي الى ثلاث ساعات اللي احيانا انت وصل لثلاث ساعات احيانا ساعة نصف احيانا ساعة لاح места تتبقي يعني عمليا اذهبوا انتوا دارسين لازم تتنظروا وتناقشوا حتى لو رحتوا تأنك deja تود لا بد ان انتم دارستها تناقشوا بيناتكم ضروري تتناقشون النقاش مهم جدا رح يرسخ المعلومة وبعدين لما تنزنق يعني ما يكون عندك وقت وتنحشر بالامتحان فممكن ان هاي اللحظات اللي تناقشت بها هي اللي راح تنقلك فانت تقرأ المحاضرة تقرأ هذين المحاضرات او المحاضرة وتروح للworkbook بالعادة workbook او handbook تقرأ السؤال وتحاول تشوف انت تقدر تجاوب عليه وحدك ولا لا اذا ما قدر تجاوب عليه لازم تندلدر بالمصادر هنا المصادر رح تنفعك تروح حتى تفهم تستوعب مثلا فد شيء معين احيانا تجي من small group يعني انت مطالب بمادة small group مثلا من small group تكلم عن DVT وين يصير اكثر شيء مثلا مثلا انت بالمحاضرات هذا ما موجود عندك يعني ما حاتين عنه فانت اهنان اسا بال small group حاتين عنه فعلى الاقل تاخذ فكرة عنه شون تاخذ فكرة عنه ممكن تروح تبحث باليوتيوب تاخذ فكرة عنه من قناة موثوقة او تروح مصادر تتعرف على DVT بشكل مختصر استخدم مصادر مثل هاي ومو هذا نفسه بس مثل شيء مثل مشابه الى رح يكون كلش كافي فلازم لازم يكون عندك لازم انت تعرف يعني مين تروح تجيب المعلومة اذا ما تعرف مين تروح تجيب المعلومة رح يقتصر علمك فقط على المحاضرات بس خزان المي اللي موجود عندك خلاص بعد ما عندك اكثر ما رح تعرف تروح للنهر تجيب مي بعد اكثر فلازم تندل درب النهر شون تأخذ من عندك وان شاء الله على فكرة المصادر ان شاء الله رح يكون اكو فيديو خاص للمصادر شون اخذ المعلومة من هذا ان شاء الله بالمستقبل القريب البعيد هل نظام طبي الكوفاي اهني حتى اصير طبيب ناجح؟ هل نظام طبيب الكوفاي اهني حتى اصير طبيب ناجح؟ اعني اشرت لهذه النقطة النظام يعني بيه كل اللي انت تحتاجه تقريبا هو التشون اللي تحتاجه معلومات ومستشفى حتى تروح يشوف مرضى ودكاترا يقدر مسوك الدكاترا من الفيز 2 فاتش كلش لطيف بالفيز 1 يعني هو فيز 1 يعتمد عليك اكثر من باقي يعني اكثر من الدكاترا الدكاترا انت رح تحتاجهم لانه بنقاط معينة المصادر ما رح تكفيك يحتاج ان شخص معين يعلمك مهارات المهارات ما رح تكفيك المصادر بيها فبالفيز 2 رح تشوف دكاترا لطيفين جدا ربما بحكم هواي اشياء بس من ناحية علمية هما دكاترة الكلينيكال اللي موجودين بالمستشفى فرح تتحلم من عدهم هواي ورح يفيدوك اكثر ورح يطوك مهارات فهذه الامور كلها مهمة من ناحية الدراسة يعني انت تقدر تروح للمصادر مصادر موجودة بكميات كبيرة ما كو شي رح تحتاجه من ناحية مصادر وكتب ما موجوده ومتوفر بكل مكان bdf متوفر واذا ما متوفر bdf تقدر تشتري الكتب يعني فكل شي موجود بهم رح احتي عن موضوع شراء الكتب هذا بفيديو المصادر فكل شي تريده موجود كل شي متوفر انت تقدر تصير الشي اللي انت تريده وتقدر تقتنع بالشي اللي يطوكيه وبس ما تروح تسعة لشي اكثر وعمليا هذا الشي موجود بكل الجامعات يعني سؤال كل اللي تخرجوا من كامبرج كلية الطب كانوا هما افضل شي كانوا مبدعين كانوا على مستوى عالي جدا كلهم لابد انه كم شخص فشل او مجرد ادى الاساسيات وما وصل لأعلى شي بسول الواجبه بس وما وصل لأعلى شي ما كان مبدعه واكوا من طب الكوفة طلعوا وصاروا مبدعين اياكوا اسئلوا فالنظام يأهلك ويسمحلك بان توصل لمستويات عالية عندك الكتب والمصادر عندك الدكاترة الموجودين دكاترة كفؤين تقدر تعتمد عليهم تتعلم انت لازم تكون متعطش للمعلومة من كل مكان راداراتك دائما تشتغل وتتعلم من كل مكان ومن كل شخص بس اذا كنت هيتشي فيأهلك النظام اذا كنت راح تعتمد بس على النظام وما تفتح راداراتك ترح تنجح بس راح تكون ناجح النجاح هو شي جهد انت من ذاتك مو شي تطيكي الجامعة كهدية هيتش تقدمي هكي لا انت تروح تسعى كيف اتعامل مع الملل من المادة الملل احيانا يكون لما انت انثقل على نفسك مثلا حضرتك عندك تجي تدرس لازم الترجم المحاضرة تأخذ لك ساعتين انتو قد يترجم بيها ترجمها كلمة كلمة وتكتب فوق الكلمة الانجليزية الكلمة العربية والله انا من اشوف فيتشيك واشخاص انا من يمي يعمل ما ادري شون يقدرون يواصلوني يعني الدراسة هيتش يعني هاي النقطة وياخذ وقت طويل بالترجمة وما يحفظ المفردات وبعدين من يجي يريد يقرأ مايلاقي الوقت الكافي انه يقرأ بي طبعا باد باد بكل شي طريقة غلط هاي بالدراسة انت اقرأ او الكلمة المتعرفة ترجمها وكمل مثل ما شفتو قبل شوية بالفيديو اقرأ واستمر يعني لا تنقطع لا تتوقف اقرأ استمر 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 يعني تخلص المادة تفهمها لغة الانجليزية بعدين تعمل بياها بشكل منفرد بوقت ثاني سمبل يعني راح تساهم بشكل كبير بمقاومة الملل اذا هذا اكيد راح يصير عندك ملل لانه طالما ثقلت عنه يصير عندك ملل وفي كل الاحوال الدراسة شي صعب وشي ممل ومتعب وكل احنا انا واحد من الناس بالنسبة لي الدراسة احيانا كثيرة تكون متعبة ومملة بس انا احب فكرة انه اعرف واتعلم احب فكرة انه انا اعرف بس فكرة انه شون اعرف والبروسيس ما للتعلم عملية التعلم هي مملة بس احب النتيجة مالتها فاللي يريد الحلو يصبر على مرة كيف اتعامل مع التشدد بالماذا العلمي يصير عندي تشدد ما اعرف انسى اضيع كل شي يديه عندي راجع راجعه هوايا ما ينفع انه انت قرأت محاضرة وكملتها تجي ثاني يوم تقرأ محاضرة ثانية ثالث يوم تقرأ محاضرة ثالثة رابع يوم تقرأ محاضرة رابعة وانت ما تراجع المحاضرات اللي قرأتها قبل المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة شي جدا مهم وانصحك انه من تقعد الصباح تراجع تخليلك مثلا تقعد بالستة انا انام ساعة 12 قرأت الساعة ستة انام ست ساعات من تقعد الساعة ستة حاول شوية بسرعة تبدل وكذا وتسويها الامور وتأكل أو تشرب وتسوي ايشي وخليلك على الاقل فتساعة راجع بيها الصبح وينوتي يعني ليش لا راجع الصبح المعلومات اللي اخذتها قبل بيوم راجعها الصبح لطيف راح يكون شي كلش لطيف وحتى دماغك يعني يستوعب الصبح بشكل لطيف اه وبنفسها قدت انه لانه قاريها قبل فعني راح تحس انه هذا الطريق ان تسالك قبل فمينة راجعة يعني ما راح يكون شي كلش انتنس يعني شي كلش مزعج انه مثل انت قاعد نص صبح والتنعسان وقاعد تدرس في المادة صعبة لا انه ما راح تكون صعبة باعتبار قاريها قبل فراجع الصبح مراجعة كلش جدا يعني لطيف اه بانه يقاوم التشتت ورح يساعدك بشكل كبير فترسيخ المعلومة رح اتقل عدد الساعات اللي تحتاجها لما تريد تراجع قبل الانتحان المادة اللي ما تراجعها بالنسبة لي مادة انت ما قاريها هذا حكمي على المادة اللي مات بمراجعتها مادة غير مقروة ونقطة مهمة ايضا بالنسبة لي شون تراجع هاي نقطة مهمة تراجع انا احيانا كثيرة اممم قرايات كملت كملت قرائع اه اسد الكتاب افكر انا شفرت المانجمنت ما الدي كي اي ليش وهي ذكرتها المانجمنت ما الدي كي اي ما ادري هي اجدت على بالي وحبيت اتلب بيها المانجمنت يلا ما لل HHS مع ان هي ما مطلوبة من عندي حاليا بس مع ذلك المانجمنت ما لل HHS شنو هي بالضبط اضل افكر بيها اول شي اتخيل اتصور اجي المريض للطوارئ الطريقة اللي راح يجي بيها المريض كده وكده هاي الحيئة ما هي المريض اتصور الشخص عن الجانب هاي الحيئة لابستهوب ابيض اوكي اجي يعني اتخيل هوا شون جاي اتخيل اول شي شون لازم اسوي افكر هاي من اهم الاشياء اللي لازم اتسويها يعني خلال الدراسة وبالمراجعة انت ردي تراجع الصبح الساعة ستة الصبح واثناء الدراسة اهماتين تقرأ شوية تقرأ كمالت مثلا موضوع تصدير كتاب تفكر عن الشقرة شنو المفروض يجعل اقديم هذي شنو افضل نصيحة ممكن اقدمها لطالب طب مرحلة اولى وهو ببداية مسيرة الدراسية السؤال صعب هذا اني خليه توسل مفروض ادعوض علي اصنع سيستم صحيح بلش من البداية صحيح لا تبلش غلط وتستمر غلط اللي يبدي غلط ويستمر غلط صعب جدا انه بعدين يكون صح فبلش بطريقة صحيحة ابحث عن الطريقة الصحيحة صدقني انا هواي نقاط انا شخصيا بصراحة ما حد نصحني بيهم انا فكرت وشفت اوكي اكو احيانا دكاترا يقولون في التفاصيل معينة وغلبهم بصراحة انا هواي عندي تكونت الطريقة الصحيحة اللي يعني اعتبرها صحيحة تكونت بلبنان كان على يدي دكاترا كانت كلماتهم تعلق بدماغي منها اللي يريد يصير نيورولوجست لازم يصير اناتومست اكثر من الانتومست نفسه يعني اللي يريد يصير عالم بالاعصاب وكذا عالم بالاعصاب يعني والدماغ والاعصاب لازم يكون عندها معرفة بالتشريح اكثر من عالم التشريح نفسه فهذا يخليني اهتمام بالانتومي لانه عجبني كل ش اسرير نيورولوجست ونيورسيرجون في ناتل فهذا هاي مثلا كلمات تعلق عندي فمن اريد ادرس التشريح عندي خطأ احمر لازم ادرس زين وحفظه زين وفهمه زين واتصوره زين بحيث انه لمن ادخل ان شاء الله بالمستقبل راح ادخل لراحة اللي هو قريبا واشوف العملية شون قاعدة تستريد دامي كل التراكيب اللي قاعدة اشوفها اني عرفها وفاهمها فاهمها شون وذيط شون وشكو من وليش كل شي فهم ورح ابقى اريد افهم اكثر ورح افهم اكثر فمثلا الطريقة الصحيحة انت تروح تبحث عنها واللي يبحث عن الصح بقلب صادق نقيم باي موضوع بالحياة رح يوصل له فابدي بالطريقة الصحيحة دير بالك تبلج غلط تبقى غلط شكرا لانك وصلت لهذا الجزء من هذا الفيديو بصراحة كان هذا الفيديو جدا متعب وكلف كثير من الوقت بالتصوير وبالمونتاج المونتاج استعبني كلش بصراحة وكنت بكل لحظة متردد لنوقت الفيديو كلش طويل ولكن اللي كان يشفى لي انه الفيديو مقسم الى فقرات وانت تقدر تحضر فقط الجزء اللي تحتاجه فما عرف اذا كنت موفق بالخيار اني استمر او لا خلوني يعرف هذا الشيء من خلال تعليقاتكم واشكركم جدا لانبقيتوا للنهاية نلتقى ان شاء الله بفيديوهات اخرى اشتركوا في القناة